موسيقى أهلاً وسهلاً بكم جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد بوجودي النهاردة معاكم لأول مرة في اللايف سيشنز الخاصة بين أريبيا يا رب إن شاء الله يعني تبقى عادة لتنقطع ونبقى موجودين مع بعض كتير بإذن الله إثناء السيشن بتاعتنا النهاردة هتكون مقدمة عن إيه هو الأوتو ديسك فورج بلاتفورم وإزاي أوتو ديسك شايفة إن هي دي مستقبل هو ده الأساس أو الفاونديشن اللي إحنا بننطلق من خلاله ناحية الكلاود سيستمز والبلاتفورمز أولاً بشكر منص عمر مرة تانية على المقدمة الجميلة ديت أنا اسمي أحمد خيرا أنا AEC Technical Specialist إحنا فريق في شركة أوتو ديسك بنشتغل على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ووظيفتنا الأساسية هي أن إحنا نساعد كل المستخدمين بتوعنا فإنهم إزاي يحققوا أكبر استفادة من الأدوات بتاعتنا وإزاي يقدروا يحققوا القيمة الحقيقية من التونز بتاعتنا أوتو ديسك تركيزها الكبير قوي على مجال نمواجة معلومات البناء أو الـ Building Information Modeling وطبعاً أوتو ديسك مش غريبة على تقريباً كل اللي بيشتغلوا في عالم البام يعني إحنا بنقدم برامج الـ Revit بنقدم برامج الـ Navisworks بنقدم منصة البيم تري سيكستي اللي بتسمح بالمشاركة وبالاستفادة من الكلاود للتعاون مبين الفرق المختلفة اعتقد فيه كتير من التوبيكس ديت وردي بيم اريبيا اتكلمت عنها وعملت عنها مقالات برضو لو نحب في اي وقت ممكن وبقى نعمل سيشنز بخصوص بعض من الادوات ديت او اجزاء من الادوات ديت النهاردة التركيز هيكون معانا على الفورج بلاتفورم والفورج بلاتفورم يعني اوتو دسك شايفة ان هي المستقبل ليه المستقبل؟ لان العالم كله بيتحرك احنا بنشوف تغيير كبير قوي بيحصل في عالم العمارة والتشهيد والبناء وكمان في الاسواق التانية بتاعة اوتو دسك اللي هي الخاصة بالمانيوفاكشرينج والتصنيع والسولد موديلينج الغريب شوية ان احنا بنشوف عالم الكونستركشن وعالم العمارة والتشهيد والبناء بيتحرك نحية الاندستريلايزيشن او التحول لعمليات التصنيع باستخدام حاجات زي والبريفابريكيشن وبتتحول فكرة العمل اللي احنا متعودين عليها جوه الكونستركشن من ان احنا المشروع دوت هو يعني وانوفاكايند وعمرنا ما بيتكرر معانا الا في مطاقات ديائة جدا وبنتحول لعملية الاندستريلايزيشن التحول ان احنا بننتج عشرات مئات الاف اللوحات معانا او المباني والمشاريع اللي بتبقى واخدة كومبوننس مشتركة واجزاء مشتركة بنفس الشكل عالم بقى المانيوفاكشرينج والتصنيع الادوات لانه ان هو بيتحرك ناحية الاندستريلايزيشن ناحية التحول ان كل منتج انا بنتجه في حتة خاصة باليوزير بتاعي يمكن احنا شايفين في الشاشة عندنا في جانب جانب او او رايد كورنر صورة لسماعات السماعات ديه بنصورها بنصور بدوودن بتاعتنا من خلال الكاميرا بتاعت الموبايل وهي بتعمل ثريدي برينتينج للجسم نفسه اللي بيبقى موجود في الودي بحيث ان هي تحقق سيليند كامل وتحقق احسن جودة للصوت جوة السماعة نفسها فبدل ما كنا بننتج مليون سماعة ومجرد ان احنا بنوضعهم في المتاجر والمحلات بقى عندنا وانوفاكاين بقطعة لشخص معين بنفس الشكل المباني بقت عايزة ان هي تتحرك بنفس التوجه ناحية الاندستراليزيشن فالتكنولوجي اللي احنا شفنا ان هي مناسبة بالنسبة لنا هي التكنولوجي الخاصة بالكلاود احنا احتاجنا كمان ان احنا زي ما قلنا احنا ابتدينا ندمج الكونستركشن في المانيفاكشورين كستراتيجي وكافكار عندنا فكانت الفكرة ان احنا طب احنا ليه ما نبنيش مناصة مشتركة عندها الأدوات الخاصة بالنفاجة معلومات البناء عندها الأدوات الخاصة بالكاد والرسم الهندسي عندها كمان الأدوات الخاصة بالمنفاكشورين فيوشن 360 ومجموعة كبيرة من الأدوات الخاصة بالمنفاكشورين ومجموعة كبيرة من الادوات الخاصة بالدزاينينج والاركتشن فحاسينا ان الافضل والاقرب للمنطق النهاردة ان احنا نبتدي في ان احنا نكون منصة فونديشن هنشتغل عليه وهنبني عليه كل تكنولوجيز جديدة اللي اوتو ديسك بتقدمها في المستقبل وهتشتغل عليها بحيث ان كل التعديل وكل فايدة احنا بنضيفها في واحد من الاندوستريز يظهر معينا في الاندوستريز اتنون فابتدينا احنا نفكر في المنصة ديت وكانت انطلاقة الاوتو ديسك فوج طيب فوج هي عبارة عن ايه؟ فوج عبارة عن منصة خاصة بالدفلومنت منصة للبرمجة تمام؟ بتقدم للمبرمجين وبتقدم للمهتمين بمجال الاتمتة والاوتوميشن التكنولوجي والبلاتفورم اللي يقدر من خلالها ان هو يبني الادوات الخاصة بتاعته ويبني المستقبل يعني احنا عندنا دايما بنقول ان احنا الفيشن بتاعة اوتو دسك او الرؤية الحقيقة بتاعة اوتو دسك هي ان احنا نتخيل ونتصور ويبقى مجموعة ادواتنا هي الادوات اللي بتسمح للناس بتخيل وانتاج وتصنيع المستقبل ده فدي المنصة اللي احنا بنبنيها علشان نقدر ان احنا نشتغل عليها وبنقدر ان احنا الحلول بنفسها اللي احنا بنقدمها بتتحرك معانا للمستقبل وتشتغل معانا المستقبل. واحنا براكم شايفين ان يعني يمكن الجزء الرئيسي من اهمية المنصة دي ان احنا بنقدمش مجموعة ادوات مفصولة عن بعضها. الاهمية الحقيقية عندنا ان احنا نقدم البيانات بتاعة المشروع الداتا بتاعة المشروع في مركز كل الابريشنز اللي بتحصل وفي مركز كل العمليات اللي بتحصل. ونتأكد ان العملية الخاصة بالتواصل ما بين الاطراف المختلفة جوة المشروع بتشتغل علي common data experience. يعني تجربة مشتركة لنفس البيانات اللي معانا. سوى البيانات ديت جاية من اه جاية من اه بيم موديل جاية من structural analysis او structural model جاية معانا من infrastructure model يمكن جاية من infraworks يمكن جاية من civil زي سنسور data جاية من smart building او جاية من ايو تي بلاتفورم. كل دي بيانات احنا بنحب ان هي تدخل معانا وتكون هي الاساس اللي كل الوظائف البلاتفورم دي بتشتغل عليه والمنصة دي بتشتغل عليه تكون هي الموجودة معانا وهي المتاحة معانا. اول مرحلة عندنا شفناها ان احنا عندنا عدد كبير من file formats. عندنا عدد من الملفات. ملف ملف Revit ملف AutoCAD ملفات 3ds Max ملفات جاية من برامج البيم المختلفة زي IFC ممكن يبقى ملف جاية من Sketchup جاية من برنامج جاية من SolidWorks من آآ من آآ من ادوات آآ سيمنز معانا جاية علشان يطبع ملف STL فكل دي ملفات احنا عارفين ان احنا النهاردة علشان نربط عالم الانجينيرينج وعالم بتاعنا بالبرامج وبالwork flows اللي موجودة برا technical office برا technical team آآ محتاجين ان احنا نربطهم ببعض ومحتاجين ان احنا نقدر ان احنا نتبادل البيانات الجواهم والمحتوى الجواهم مع الحلول دي ممكن يبقى الحل دوت عبارة عن آآ Enterprise Resource Planning System او ERP System نظام زي SAP او نظام زي Oracle E-Business Suite كل دي حلول بتعتمد على البيانات وبتعتمد على ال data اللي موجودة آآ جوة المؤسسة وجوة الشركة اللي بنشتغل عليها طيب لما data دي تبقى جاية من عدد من الخطوات وبتخرج من ال Revit لإكسل ومن الإكسل لملفات تكست وبعدين بتدخل مثلا على ال ERP او ان احنا بناخد من الموديل اللي جاي من ال Infraworks ونغزي دي برنامج بتاعنا او ال Oracle Primavira آآ فالخطوات اللي احنا بناخدها فبنلاقي ان احنا عندنا خطوات كتيرة محتاجين نعملها ما بين ال Import وال Export علشان نقدر ان البيانات دي تكون مفيدة بالنسبة لنا فورج هدفها في المرحلة الاولى من شغلنا ان هي تحقق الربط ده ما بين ال Enterprise Platforms وما بين الادوات آآ بتاعتنا او الادوات اللي احنا بقى كمهندسين بنستخدمها وبنشتغل عليها وبنستفيد منها في يعني عملية design وعملية construction simulation وعمليات ال documentation المخالفة اللي بننفذها معانا في مشروعنا طيب فورج لحد النهاردة بنتكلم بشكل عام قوي platform يعني من الاخر platform مجموعة من ال components ال components دي عبارة عن building blocks باخد انا building blocks ديت احنا ك auto desk جمعناها من ال existing technologies بتاعنا خدنا حتة من Navisworks خدنا حتة من ريفت خدنا حتة من فولت خدنا اجزاء مختلفة والتكنولوجي دي ابتدينا اول ما ابتدت ان هي تكون متاحة بالنسبة لنا ونقدر ان احنا نحولها ال cloud based components ابتدينا ان احنا نبني بيها solutions بتاعتنا فاول ما ابتدينا نبني بدينا ال beam 360 بنينا fusion 360 بنينا technologies ازاي ال beam 360 design اشياء بالشكل دوت وابتدينا كمان ان احنا نلاقي ان احنا عندنا قدرة على ان احنا نتيح كمان ال users بتاعنا ياخدوا components دي وبدل ما هم بيبنوا solutions اللي autodesk بنتها بيبنوا solutions مختلفة خالص وفيها تنوع كبير قوي عن الشكل اللي حتى احنا كنا متصورينه لل construction وال design software يعني زي ما احنا شايفين نفس قطع او زي ما احنا شايفين نفس قطع اللي يجوا اللي معنا ممكن بنعمل بيها design لنا ممكن نعمل بيها design لطيارة هي دي تقريبا نفس فكرة ال forge platform ان انا عندي components بس autodesk بتستخدمها في عدد من ادواتها كمان ال user يقبل ياخدها ويعمل بيها solution اللي هو شايفه مناسب ليه زي ما قلنا implementation بتاعك هو ده اللي بيخلق added value التكنولوجي اللي تحتيه والfoundation او ال platform اللي تحتيه بتكون هي يعني الجانب الاول او starting point بتاعة implementation بتاعي نفس الكلام التكنولوجي معينا بقدر ان انا استخدمها مش بس في ان انا انقل او ان انا انتج التكنولوجي بتاعنا كمان بتسمحلي ان انا اربط different components with different pieces وتتحول معانا زي ال integration technology او اللي بيربط components المختلفة وال services المختلفة ببعضها طيب نبتدي بقى ننزل شوية كده وتكلم بشكل technical على ايه هي components ايه هي building blocks اللي بتكون الفورج النهارده فورج بالمناسبة اللي لو كنا كلمنا عنه من سنتين components دي ما كانتش موجودة في components اقل منها هي اللي كانت موجودة كمان سنتين احنا عارفين كويس جدا ان احنا نفس الشكل ده هيبقى add ومرة ونص او مرتين فالفكرة كلها ان احنا بنكلم النهارده على the current status of the platform ومجموعة الخدمات اللي اللي بيقدر ان هو يقدمها لي وازاي انا قادر استفيد منها طيب لو ابتدينا نبص على كل component موجود معانا في ال diagram دوة وبصينا على اول module او اول component او component معانا هو model derivative and forge viewer ايه هو الفورج viewer الفورج viewer هو عبارة عن library مكتوبة بال javascript بقدر ان انا اخدها احطها عندي جوة الweb application اللي انا بكتبه المودل derivative هو عبارة عن service موجودة جوة autodesk انا بكلمها باستخدام مجموعة من اوامر riskful apis او http requests الهدف منها ان انا بقدر من خلالها اخد المودل بتاعي احوله من file format زي ما اتكلمنا 60 different file formats او 50 different file formats اللي موجودة معانا ويحولها معانا للصيغة اللي الفورج viewer بيقدر يقراها تمام يعني الفورج viewer بيقدر يقرا نوع واحد بس من الملفات احنا بنسميه الweb viewable format تمام والفورمات دوت اا علشان احول الملفات بتاعتي من الrevet ومن الdwg ومن الnavis works و3ds والdgn كل الصيغة اللي احنا بنشتغل معاها مش بس من عالم autodesk زي ما قلنا ملفات الauto cad الrevet الnavs works ال3ds max format infra works كل دي ملفات بنقدر اا ندخلها جوه الفورج بلاتفورم كمان الملفات اللي ممكن تبقى جايالي من المايكرو ستيشن الجيوباكس الانرودز البنتلي وورلد بقدر كمان ان انا اراها الملفات اللي جاية الاستي بي اللي جاية من sketchup الملفات اللي جاية من الشركات كتيرة جدا وانظمة كتيرة بقدر ان انا انقلها واستخدمها معايا جوه الفورج بلاتفورم باستخدام الموضل derivative service اللي بتحول بتعمل لفايل معايا من صيغته الاصلية لصيغة او اللي بنسميها الصيغة التانية اللي معانا او الكمبونت التاني اللي معانا لو تدينا نكمل في الاجزاء هي data management. والdata management ايه؟ بتلعب معايا دورين مهمين. الدور الاول اللي هي بتلعبه هو ان انا اقدر اخد اي ملفة عندي من ال local storage او من out of cloud storage وانقلها على ال autodesk cloud. يعني انا لو عندي ملف الملف ده موجود على جوجل درايف الملف ده موجود على وان درايف الملف ده في الشير بوينت الملف ده موجود عندي على الجهازي او موجود على ال local server. فالdata management اي بي او بتسمحلي ان انا اعمل upload للفايل بتاعي للفايل فورمات او للوكيشن بتاعي ده. طيب لو انا الملف كمان الوظيفة التانية للdata management هو ان انا لما تكون عندي ملفات موجودة جوه ال bim 360 اقدر ان انا ادخل واراها واقدر ان انا افهم ليه اللي موجود جوه. تمام؟ طيب. طول كمان معانا هي ال bim 360 api. طيب هل ال bim 360 مش جوه او ما فيهوش حاجة غير ملفات الحقيقة لا. ال bim 360 اللي استخدمه عارف ان احنا بندير جوه المشاريع بندير جوه issues بندير جوه اللي موجودة في ال model coordination بندير جوه ال checklists اللي الفرقة اللي موجودة في ال construction site بتقدر ان هي تستخدمها في ان هي تدير شغلها. بيقدر ان هو يدير submittals, transmittals, requests for information. كل دي معلومات او data types موجودة جوه ال bim 360. ممكن كمان الحاجات الجديدة عندنا assets او قيمة components اللي موجودة معانا في المشروع. كل البيانات دي علشان ادخل واراها واتعامل معاها وابني نسخ جديدة من ال assets دي فانا باعتمد على ال bim 360 APIs دي كمجموعة من الاوامر اللي بتخليني ادخل واعمل جوه ال bim 360 مشروع جديد. ادخل واعمل issue جديدة. ادخل واعمل create the rfi او submittal او checklist. تمام? فانا ال bim 360 APIs الهدف منها هو ان انا بقدر استفيد من ال assets اللي معايا اللي الفرق بتاعة ال construction وال design وال document management او document controllers ادروا ان هما يملوها جوه ال bim 360 وانا بقدر اقره. برضو من الحاجات اللي بتبقى مفيدة جدا هو ان انا لما يكون عند داتا موجودة في ال bim 360 design اقدر ان انا اقره rivet cloud work shared model من ال bim 360 API ده واعملوا publish او update من جوه السيستم عنها. طيب جزء كمان او component كمان معانا وده يمكن من اقوى component اللي موجودة النهاردة في الفورج بلاتفاوم هي ال design automation API لو انا عندي اا اا الحاجات ديت انافزها من غير ما اطلب من اليوزر لو سمحت افتح ملاف افتح الريفت الاول افتح الملف اللي مطلوب آآ على الموضل وبعد كده ادخل معي وابتدي افتح البلاجين بتاعك وجرب تشتغل عليه وجرب تستفيد منه. آآ بيسمح لي ان انا لما ادخل على لما ابتدي اعمل او الوركد فلو ده. فتكون النتيجة ان انا ابتدي ان انا اشغل عندي البلاجين دوت اوتوماتيك وخليه يشتغل على الريفت فايلز اللي موجودة عندي في الدياتا ما نشوف. طيب البلاجين ده ممكن يكون بيعمل ايه? البلاجين ده مثلا ممكن يكون بيعمل او 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 اكسبورت لكل الفيوز اللي موجودة معي في الريفت لبيديا فايلز. ممكن كمان يكون بيدخل جوه اللي بتاعة الفاملز اللي عندي جوه الريفت فايل واي حاجة مش يوز يعمل ليها او يعمل فرج للفايل زي ما بنعمله آآ بشكل مانيول. ممكن كمان يدخل معي وياخد الريفت موضل دوت ويبتدي ان هو ينفذ عليه اوامر زي ان انا اخد مسلا من اليوزر ان انا عايز اعمل مسلا اضاءة معينة او عايز اغير اللايت سب سيستم بتاع الريفت موضل ده وهو يدخل يدور على كل اللي موجودة ويعمل لها من النوع القديم للنوع اللي اليوزر عايز يغيروه. يبقى انا باختصار اقدر ان انا انفذ اي نوع من انواع الاوتوميشن اللي انا بحتاجه جوه الريفت جوه الاوتوكاد جوه السيفل 3D جوه الانفنتر وجوه 3DS ماكس تمام من خلال البيتنفذ جوه الريفت ولكن انا برفعه على او السيرفز دي ومعاها الملفات اللي هو يشتغل عليها وابتدي انتج منها الاوتوت اللي انا عايزها او النتاج اللي انا عايزة. في شركات استعملت او في حاجات قوية جدا زي مثلا ان لو انا عايز اعمل ان انا ادخل وبص على الموضل اللي معي واقول هل هو مطابق للاشتراطات البناء في محافظة القاهرة مثلا او لا. هل الموضل بتاعي ده بيحقق الريفت اللي مطلوبة علشان اخد في بلدية دبي او لا. تمام? ومن الاوتوميشن ده او من السيرفز دي ابتدأ ان هو يعمل نزام متكامل النزام ده يقدر بقى ياخد من المكاتب الهندسية الموضل زيبعتها ويقول لها الموضل ده انت لو رفعاتيه لبلدية دبي هيزهر معاها بشكل سليم وهتقدر تنفذيه او مش هتقدر تنفذه لأ انت عندك هنا مشاكل فايتم واحد اتنين ثلاثة او لطاق واحد اتنين ثلاثة ولازم ان انت تحيل في البداية. فبال بقدر ان انا اربط مش بس ما بين كمان اقدر اوصل معاه اللي ممكن تكون مفيدة جدا وتطبر ان هي تخدمنا جدا في عملية اتماتة المسارات الحركة ما بين فريق والتاني و ادارة والتانية او حتى شركة والتانية. طيب اا عندنا كمان الريالتي كابتشر اا اي بي اي. اللي يعرف الاوتو دا سكري كاب وهي تكنولوجيا بتسمح لنا ان احنا بناخد الصور ونعمل منها ثري دي ماشز. ناخد صور جاية من درون داتا او جاية من ثري دي سكانو جريج يعني مجموعة صور متاخدة تلتمائة وستين درجة حوالين ابجت معين ويبتدي يعمل منه ماش ثري دي للابجت دوت. فالخدمة ديت او الريكاب ده بقدر ان انا استعملها كيوزر ان انا انتك ثري دي ماشز من صور جاية من الدرون ودخلها معي في انفرا ووركس وسيفل ثري دي ورافت او كمان ان انا بقدر باستخدام اا الريالتي كابتشر اي بقى اعمل نفس العملية دي باستخدام الكود بتاعتي. طيب انا هحتاج الكود في اي ما هو الريكاب بيعمل لي نفس الخطوات بالزبط. الحقيقة ان احنا فيه عندنا عدد من الفارتنرز اللي استخدموا التكنولوجي دي. فان هما بدل ما انا باخد الصور بالدرون بشكل يدوي. وبعدين بنقلها من الدرون دوت على اللابتوب. او من نوع على اعمل افلود للفايلز دي على الكلاود. وبعدين او ادخلها على الريكاب الاول وهي تعمل الافلود على الكلاود وبعدين الصور دي او الفايلات دي كيبتدي تعمل لها عملية بتاعها عشان انت يتحول لرياليتي داتا. فهو اختار ان انا الكاميرا بتاعتي الدرون بتاعي هركب عليه البروسيسور الصغير وهركب عليه جهاز زي الاردوينو وزي الديفايسز الراس بري باي الصغير اللي بيبقى عليها بروسيسور الصغير وجواها 4G مودم. وتقدر ان هي تاخد الدي بشكل مباشر من الدرون لعملية البروسيسنج مراحتة بدون اي تأخير او خطوات يدوية. زي ما احنا شايفين معينا هي الاتمتة الخطوات اللي كنت بعملها واحد اتنين تلاتة وبتاخد دقيقة عشرة ساعة يوم بقينا بنحولها لأوامر جاهزة للتشغيل. مش محتاج ان انا انا نفذها بشكل يدوي ومش محتاج معي البروسيسنج او التالنت المانيول اللي موجودة معي. الويب اوكس اي بي اي 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 صغيرة معينا مفيدة جدا شغلتها ان انا لما يحصل تغيير عندي في الابليكيشن او يحصل عندي تغيير في الملف مثلا موجودة على البين تري سيكستي يديني بي اه نوتفيكيشن. فاقدر من خلال النوتفيكيشن دوت ان انا ابتدي اتعامل مع الفايل وابتدي اتعامل مع الابديتس اللي في الكلاود عندي بسرعة كبيرة. ايه الادوات اللي احنا هنستعملها او ايه الادوات اللي احنا بنستعملها علشان نقدم تكنولوجيا ااا ااااااااااا او نستفيد من ادوات الفرج ihme بتاع الفرج. الاااااااااااااااااااااااااالالتوول الاهم عندنا هي ما يسمى بال الطبيعي. التحافieran هي عبارة عن نفس الاوامر اللي انا اللي الي الويب براوسر بتاعي بيقدمها لاي سايت. فبتكون النتيجة ان هو بيدي له صفحات وان هو بيسمح له ان صفحات دية تظهر في البراوسر. أنا بستخدم نفس البروتوكول اللي بيربط البراوسر بتاعي بالويب بان انا اربط البيانات دي ببعضها وادي اوامر للفورج بلاتفورم واخد النتائج بتاعك بنص الصيغة اللي انا بعرف اراها بسهولة كاي وب ابليكيشن. يبقى انا بستعمل الريستفول او الاتش تي تي بي ريكوست العادية بتاعتي اللي اي واب ديفلوبر بيعرف يتعامل معاها. آآ التاني حاجه بنعتمد عليها هي مجموعة المعتادة الاتش تي ام ال الاسي اس اس والجور باسكريبت الاش تي ام ال اللي مش بيه اللغة اللي انا بازغر بيها او بعمل بيها فيلشواليزيشن لالالالمنت اللي هتبقى عندي في الويبج او في الويبسايت بتاعتي. السي اس اس هو الطريقة اللي انا بقول فيها للبراوسر ايه شكل الالمنتس دي يعني انا بالHTML بقدر اختار بوكس البوكس ده انا هحط فيه 3D content بقدر اختار items هتتنفذ لmanus او هتتحول لأوامر الCSS بيقوله اه البوكس ده تحط عليه border قد كده خط شده تحتي شكله ازاي الاوامر دي خلي background بتاعتها blue خلي foreground بتاعتها white خلي details بتاعتها بالشكل دوت الجاباسكريبت هي لغة البرمجة الاشهر على مستوى العالم اللي بتاخد كل element من دول وتبتدي تتفاعل معه وتبتدي تشتغل معه تغير في height بتاعه تحركوا من نقطة للتانية لما الماوس يبتدي يعمل click تقدر تقرأ المكان بتاع الكليك دوت وتكلم السيرفز اللي وراها اللي تقدر من خلالها ان هي تنفذ الايه الامر بتاعها. جاباسكريبت لغة ظهرت يعني من اكتر من اعتقد اتنين وعشرين او تلاتة وعشرين سنة تمام? وظهرت كلغة بسيطة جدا يعني الهدف منها يمكن ظهرت مع اول المتصفح للنت اسكيب يمكن في 96 يعني احنا كده لنا اربعة وعشرين سنة مع الجاباسكريبت اعتقد انا مش متأكد من الرقم بالزبط. بس هي ابتدت كلغة بسيطة قوي الهدف منها ان هي تدي بس بعض من الانتراكتيفتي البسيطة جوه الويب بيج معنا. مع الوقت ابتدينا ان احنا نلاقي استفادة اكبر واكبر من الجاباسكريبت وان الجاباسكريبت هي ممكن تفيدنا بشكل كبير. فابتدي انا نشوف طب ايه اللي ممكن نعمله للجاباسكريبت ده نخليها اسرع ونخليها احسن نخليها اسهل للمبرمجين. فواحدة من الفريمورك او اللي اعتمدت على الجاباسكريبت وبتقدم خدمات لكل الجاباسكريبت او بالنسبة الاكبر من الجاباسكريبت ديفلوبرز هي الرياكت. والرياكت عبارة عن لايبري بتساعد على ان انا استعمل الجاباسكريبت بشكل اسهل واسرع وانتاجيتي انا كمبرمج في زي. انجلر نفس الكلام. رياكت كانت من انتاج فيسبوك وانجلر كانت من انتاج جوجل. ولكن هما open projects وopen source واقدر ان انا ادخل واشتغل بهم واستفيد منهم وابني السلوشنز بتاعتي عليهم. طبعا السلوشنز دي مش هي السلوشنز الوحيدة لما موجودة في الماركت. يعني احنا عندنا فريمورك تاني شبيه بالرياكت اسمه view.js برضو بيقدم موضل شبيه بالرياكت ولكن مش جاي من شركة من الشركات الكبيرة. عندنا بقى كتيرة جدا بنقدر ان احنا برضو نستفيد منها. واحدة من اللايبري ديت اللي هي 3.js شغلتها ان هي بتساعد على البرمجة بتاعة 3d جوه ال javascript وجوه ال html. فالفايدة بتاعة اللايبري ديت ان احنا استعملناها جوه فورج. وانا لما احب المس ال 3d elements اللي جوه ال viewer بتاعي وجوه الموضل بتاعي باعتمد على الاوامر بتاعي 3.js. اه حاجة تانية معنا ومفيدة برضو بنستعملها هي node.js. وال node.js هي عبارة عن environment صغيرة الهدف منها ان هي تسمح ان انا اكتب javascript مش بس جوه البروسر كمان جوه السيرفر. يبقى انا في المعتاد السيرفرز عن او يعني ال web application بتدسم عندي الجزء. الجزء الاول هو ال back end او السيرفر سايد اه كود. والجزء اللي قدام او اللي هو ال front end او ال front side code. ال back end هو اللي بيقدر انه هو يكلم ال database يكلم السيرفرز اه يكلم الخدمات زي فورج. وال front end هو اللي فيه ال javascript اللي بيقدر يكلم فيها ال html ويتعامل فيها مع السياسة بس. node.js هي اللي سمحت ان انا اقدر اعمل باك اند باستخدام ال javascript. اه قبل ال node.js كان عندنا لغات كتيرة جدا نقدر ان احنا نستخدمها. فيه لغات مشهورة قوي زي الpearl زي البيثون زي ال php. اه يمكن معظمنا سمع اسمها. فيه لغات كمان قوية جدا بتقدر ان هي تعمل اه يعني شغل ادفانز قوي في ال back end وفي السيرفر سايد زي روبي او روبي انرايلز زي جو اه اللي جوجل انتاجتها زي راست اللي تعتبر بقوة السي والسي بلاس بلاس ولكن very modern language. طبعا احنا حتى سي و سي بلاس بلاس بنقدر نستعملها معانا في ال back end. اي لغة عندي بتقدر ان هي تكلم ال web services وتقدر ان هي تتواصل معاها على ال http apis بقدر ان انا استعملها عندي في الفورج كباك اند language. احنا النهاردة هنشتغل على node.js تبسيطا للساينتكس اللي احنا بنشتغل عليه وتبسيطا للكود اللي احنا هنكتبه. طيب هل الفورج مكون بس من البلاتفورم بتاعنا او من التكنولوجي بتاعتنا? الحقيقة لا. الفورج عبارة عن اه او يعني الناس اللي بتستخدم الفورج دوت اه تلات انواع. الكستمرز بتوع اوتو ديسك الناس المستفيدة من ادوات اوتو ديسك بشكل مباشر. الشركات او مقدمين الخدمات اللي بيشتغلوا مع فورج فانه هما يبنوا حلول باورد باي فورج يعني هما عندهم برنامج البرنامج دوت بتاعهم ومبني على التكنولوجي بتاعتهم ولكن بيستفيد من الفورج فلاتفورم والفورج الابي ايز علشان يربط ما بينه وما بين ادوات اوتو ديسك. الجانب التالت عندي هو الاب ديفلبرز والناس اللي موجودين معايا اللي بيقدروا ان هما يكتبوا ادوات ويستفيدوا من ادوات اوتو ديسك ويقدموا التكنولوجيز جديدة اللي هما حابين ان هما يوصلوها. اوتو ديسك اه والفورج ليها النهاردة اكتر من الفين امبليمنتيشن او اكتر من الفين انتجريشن شغال وموجود. في شركات لنا تاستمرز زي اتكنز زي نور كونسلت زي دابلي او اس بي اه زي جوجل وبالمناسبة جوجل من واحدة من العملاء بتاع اوتو ديسك ومن اول الشركات اللي استخدمت الفورج في الامبليمنتيشنز بتاعتها. عندنا كمان شركات زي كادان كومباني زي زاينابس اه زي اه اه دراجون انوفيشن دول او بروتو تاك سوليوشنز دول شركات بنسميهم اه اه سيرتفايد سيتم انتجريتورس. لما انا يكون عندي مشكلة محتاج احل لها اقدر ان انا اروح لهم وهم يقولولي بالتكنولوجي وبالاكسپيرينس بتاعتهم على الفورج ازاي نقدر ننفذ البلاتفورم دي. عندي كمان الكمبانيز نفسها الانتجريتور زي 3DR اللي احنا يمكن اتكلمنا عليها استفادت من الفورج عشان تبني الدرون اوتوميشن بلاتفورم بتاعها. عندنا كمان الناشنال اه بلدنج اه سيستمز اه اللي برضو هنبص على التكنولوجي اللي هي بنتها علشان اه تعمل اوتوميشن وتربط ما بين الفورج بلاتفورم وبين الاوتو ديسك وولد وما بين ادواتنا اه الخاصة بقى بعد كده الاكسترنج. اكتر من ميد انتجريشن النهاردة بيربطوا البيم 360 بالحلول اللي احنا شايفانها قدامنا. لو انا عايز اربط اه البيم 360 المنصة بتاعة اوتو ديسك ببرنامج زي الهولو بيلدر هدفه ان هو يدير الصور الفانورامية او 360 ايميجز فمن خلال البيم 360 بيربطها. لو انا هدفي ان انا اعمل اه اه قوست استيميشن و اه قوانتيتي تلكوليشن على الكلاود باستخدام مجموعة ادوات الاسمبل فانا بستعمل الانتجريشن اللي ما بين اسمبل والبيم 360 فان انا اربط البيم موضل بالكالكوليشن سيستم بتاع اه اسمبل اللي هو النهاردة واحد هدوات اوتو ديسك بالمناسبة. لو انا عايز استعمل الزكاء الصنوعي والماشين لورننج بان انا افهم ايه اللي بيحصل في الموقع بشكل سريع وان انا اعمل للصور اللي بتطلع معايا من فبقدر استعمل سمارت فيديو اللي بتقدر ان هي تستخدم تكنولوجيا والماشين لورننج في ان هو يدخل ويبص على الصور اللي ممكن ان هي بتجمع بشكل اه مستمر من الكونستركشن سايت وتبتدي ان هي اه اه تاعت تقولي الصورة دي فيها مسلا اه سيكوريتي هازرد في حد يدخل في المنطقة مش المفروض ان هو يدخلها. الصورة دي فيها شخص مش لابس او مش لابس او مش لابس اه بتاعته. اه برامج تانية زي الايكا لايكا جيو سيستمز بطوبكون بتربط ما بين الليزر سكاننج والسيرفين ديفايسز اه بتاعت لايكا وبتاعت طوبكون بالبيم تري سيكسزي. اه زي ما احنا شايفين الثيم معانا ان انا ازاي اربط ما بين الاوتو دي سورم وما بين السليوشنز باستخدام الفورج اه از ابلاتفورم معانا. طيب قلنا ان احنا عندنا عدد كبير من السيستم انتجريتورز اللي بتقدر ان انت تشتغل معاهم. وبتقدر ان انت تربط الاحتياجات بتاعتك انت بالكابيليتيز اه بتاعتهم علشان تحل مشاكل. الشركة مثلا زي انتل سيست بيلد بتقدر ان هي تربط ما بين الساب اي ار بي سوليوشنز وما بين البيم تري سيكستي وما بين البيم بلاتفورمز. شركة زي كادن كومباني بتقدر ان هي تعمل البلدنج او البلدنج او الشركات زي متخصصة في ان هي تعمل على الكلاود زي والبرامج ولكن موجودة على الكلاود معانا. طيب هنبص مع بعض على عدد من الوظائف اللي الفورج بيقدمها لنا او اللي هو بينفزها معانا. وهنبص ان احنا في عندنا عدد من كده او عدد من الايه من الاحتمالات المتاحة او اللي احنا بنشوفها كتير لما بنشوف الكاستمرز زبطانة بيستعملوا الفورج والفرق بتستخدم الفورج ازاي. اول حاجة هي ال data visualization and analysis. ان انا اقدر من خلال الفورج بلاتفورم ان انا يكون عندي engineering data. وانا ازهرها في solution بتاعي وفي system بتاعي اللي ما بيقدرش يقرأ ال auto desk system. ممكن يكون عندي facility management system. وال facility management system ده مش بيقدر يقرأ ملفات ال private native. بالفورج اقدر ان انا اظهر معايا التول دي بشكل كويس. اه function تانية معانا هو ان احنا نعمل digital twins. والdigital twins ده كونست جدير جدا. الهدف منه ان انا اخلق نسخة افتراضية من الواقع. بحيس ان انا لما درجة الحرارة في غرفة من الغرف تعالى مثلا. اقدر اشوفها في ال digital twin بتاعي. لما ابتدي اعمل اه شاط اوف الوحدة من الفالز عندي في مصنع من المصانع. اقدر ان انا اشوف قبل ما ال shutdown ده يحصل physically. ازاي ال virtual model بتاعي هيتفاعل مع الامر اللي انا بتقوله ده. فيبقى انا بخلق نسخة رقمية من العالم الحقيقي بتاعي. اقدر ان انا اغزي بالحالة بتاعة ال 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 الواقع بتاعي. او ان انا اسيميولات. ايه اللي هيتغير في الواقع? لما اغير في. ال digital twins مش تكنولوجي شركة واحدة تقدر ان هي تقول ان احنا بنقدر نغطي كل الكمبوننس بتاعتها. لا مايكروسوفت ولا اي بي ام ولا آآ جوجل ولا اوتو داست ولا اي حد في الدنيا. تمام? ولكن كل شركة معانا ليها كومبوننس وليها قطعة تقدر ان انت تستخدمها علشان تكون ال digital twins. عندها الفيجوليزاشن كاببليتي. والبيم ان انا ازاي اقدر اقرا البيم موديل وازاي ان انا اعمله اه 3d visualization. اه شركات تانية ازاي مايكروسوفت وعن اي بي anim وامции عندهم ال اي او تي بلاتفورم اللي بقدر ان انا اجيب ديفايس صغير او سنسور صغير عربطها على الانترنت وهو يجزي ال اي او تي بلاتفورم دي بقيادته وبالمعلومات بتاعته ممكن يبقى ممكن يبقى من اي نوع اه بقدر كمان ان انا احطه في الانفراستركشور نتوركس فالكونسبت نفسه بير جدا ممكن احنا لو حاولين ممكن فعلا مرة يعني نفرد ليها محاضرة نشتغل عليها ونتكلم ونتكلم على كل الاجزاء دي معانا النهاردة ان احنا ازاي من خلال التول بتاعت الفورج ابني الفريدي موديل واستخدم الفريدي موديل معايا الفونكشن التالتة او الثيم التالتة معانا اللي هي الخاصة بالاوجمينتد وفيرتشور رياليتي الفيرتشور رياليتي بقى كونسبت كبير قوي وعدد كبير من الشركات ابتدت نهاية تشتغل عليه احنا بنابني البيبلاين اللي بيسمح بان البيم موديل والرابت موديل بتاعنا يتحول لفيرتشور رياليتي اكستيريينس في اقل وقت وبقال مجدد بالمناسبة ده لسه مش ببليكلي افيلبل يعني احنا لسه شغالين على البيلاتفور مدينة اوبشن رابع معانا هو السوفتوير ازا سيرفيس انتجريشن واللي احنا شفناه يمكن ازاي بنعمل انتجريات ما بين البيم تري سيكستي والساب اي ار بي او الاراكل اي بزنس سويت وازاي الربط ده بيختصر الخطوات وبيختصر الوقت اللي بيتنقل من خطوة للتانية ومن وورك في الوقت للتانية اوبشن كمان معانا هي الكاتالوج لو انا شركة مصنعة مسلا للابواب وعايز ان انا احط الكاتالوج بتاع كل البواب بتاعتي على الويب سايت داعي فانا بقدر ان انا ابني الديجيتال كاتالوج دوت الكاتالوج ده قوته بقى ان هو انتر اكتف يعني اليوزر يقدر يدخل ويتحرك ويغير الماتيريال لو انا عندي اوبشن ان انا اقدم له ماتيريال مثلا اه يغير الهارد وير الابواب او الموجودة معانا بيقدر ان هو يتحكم فيها ويغيرها يغير لايتنج يتحكم بشكل كبير جدا ايه المنتج النهائي لو عايزه يعني اي انا بحطه جوه الوردر بتاعي يظهر معايا في جوه الويب سايت ودي الوظيفة كمان نمرة ستة او اللي هي الكونفجريتور اللي بقدر ان انا اخد الكاتالوج وابتدي ان انا اعمل لها والتعديلات بتاعتها على الانفوت اللي بيجي لي من الويزر ده الفايدة منها بتبقى بيرة جدا في المانيفاكشرين لان فيه برامج زي اللي بيشتغل مع الانفنتر يقدر كمان ان احنا نربطه بالموديلز اللي معينا ونربطه بالمانيفاكشرينج بارد اتكلمنا على الديزاين اوتوميشن وازاي انا ممكن يبقى عندي دين موديل محتاج انفز عليه عدد كبير من الخطوات فبدل ما انافزها يدوي من خلال بلاجين او من خلال داينامو سكريب اقدر بالديزاين اوتوميشن ده ان انا نفزها بشكل اوتوماتيك على العشر تلاف فايل اللي موجود عندي في المشروع انا ممكن يكون عندي ملفات كتيرة جدا ومحتاج ان انا اتأكد ان اي كلها فاليد فايلز فاشغل ابني الانجين بتاع الفاليداشن واشتغاله على التان ثاوزن فايلز اللي موجودين جول بمتري سيكسي انفيرومنت بتاعتي مثلا والوورك فلو الاخير هو الفوتو تو ثري دي اللي احنا يمكن نتكلمنا عليه مع الرياليتي كابتشر اي بي اوز طيب هنتكلم او هنبص دلوقتي على مجموعة من الشركات اللي استخدمت السوليوشنز ديت او بانت سوليوشنز على فورج بنفسها وازاي هما قدروا يستفيدوا من الفورج بلاتفورم بشكل اه اعمل اه واحدة من الشركات ديت هي اه دي ناشنال او يعني من الباديز ديت هي الناشنال بلدينج سبيسفيكيشن ودي موظمة بتقدم الكاتالوجز للسبسفيكيشنز وللستاندرد ماتيريالز المتاحة جوه السوق الانجليزي جوه سوق اه 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 اللي هو اليونيتد كينجدوم فالكاتالوج دوت من الستينات وهو بينتج في صورة ورقية وبينتج في كتب اه اه يعني حجمها كبير جدا وعدد صفحتها كبيرة وبتتكلم على الديمانشنز بتاع كل الامنت والسبسفيكيشنز بتاعته ومين المانيفاكشير بتاعه وايه الكمبوننز وبيديلو اي دي نومبر بحيس ان انا لما ابقى مهندس او معمالي بشتغل في السوق الانجليزي اقدر ان انا استخدم الكاتالوج دوت فان انا ابني ستاندرد اه اه المنتز ولما انا اكون مانيفاكشير جديد داخل السوق اعرف الستاندرد اللي الناس شغالة به هو ايه فانتج المنتجات بتاعتي جوه الستاندرد دوت بالديمانشنز وبالسبسفيكيشنز بتاعتي اه الام بي اس او الناشنال بيلدينج سبسفيكيشنز قرروا من فترة انه هما يبنوا الاوتوميشن بتاعهم او يبنوا الديجيتال كاتالوج بتاعهم ويحولوا البيبر كاتالوجز دية لريفت فاميليز ولألمنتز بتقدر تكون موجودة معايا جوه البيم موضل وسموها ده بيم آآ تولكيت آآ فبتقدر من جوه البلاتفورم زي ما احنا شايفين ده الام بي اس بيم تولكيت آآ بتاخد الريفت آآ موضلز اللي موجودة تعمل لها ابلوود او الريفت موضل اللي انت اشتغلت عليه ويظهر معاك وتبتدي ان انت تختار كل موجود عندي في كاتالوج آآ هو في عندهم كمان بيشتغل على الريفت بيت فايل فانا اقدر ان انا انتج مش بس البيم موضل اللي بيشتغل معايا في المشروع كمان ابتدي اطلع كاتالوج او اللي انا هشتغل عليها تبعا للستاندرد الانجليزي زي ما احنا شايفين عندنا الريفت موضل بقدر ادخل جواه بقدر اقراه بقدر عمله كاتينج او بعمل له سكشن زي ما احنا شايفين بنختار واحد من الالمس ونشوف هل هو آآ تابع للسبسيكيشن او مماثل للسبسيكيشن الستاندرد الانجليزي او لا بقدر ان انا اتعامل جوا الموضل واتحرك جواه واشتغل عليها التكنولوجي نفسها موجودة في الويب سايت the mbs.com اللي اقدر من خلالها ان انا استفيد من الكاتالوج دواتي التكنولوجي تانية قالت ان انا مش بس عايز ان انا ابيع انا عايز كمان طريقة اقدر من خلالها ان انا اصمم بتاعتي اونلاين وباستخدام الكلاود وباستخدام الكاتالوج بتاعي فبدل ما انا هدي آآ ميت ريفت فاميلي على الويب سايت بتاعي وخلي الكاستمرز بتوعي يفتحوا ريفت ويستعملوه وياخدوا الفاميليز دي وهما اللي يبقوا مسؤولين عن البلايسمنت بتاعها انا هفتح اونلاين فيور وهخلي اليوزر ياخد من الكاتالوج بتاعي ويبني بيه البيم موضل اوتوماتي ولما الايلمنتس اللي موجودة معايا تكمل انتج ملف ريفت جوا الايلمنتس دي زي ما اخنا شايفين هنا هو ما بيعتمدش على الريفت فورج فيور او الفورج فيور بتاع الفورج هو هنا بيعتمد على اليونيكي بلاتفورم فانه هو يقرأ اللي جوه الماضل ياخد من اللي بري او او ايلمنتس اللي موجودة معايا زي ما احنا شايفين هنا بيبتدي ان هو يحدد العدد بتاع اللي هو عايز يدخله وهو البرنامج بيعمل اوتوماتيك بلايسمنت للايلمنتس جوه الرومز وبينتج له ملفات ريفت موجود جواها اللي هو هيشتغل عليها بشكل اوتوماتيك يقدر ان هو يدونلود الريفت ماضل دوت ويبتدي يشتغل عليه بعد كده بتاعه والتفاصيل المختلفة والكلاش ديكشن مع الدسبلينز التانية والتخصصات التانية معايا ايجزامبل تاني معايا هو هايبار وهايبار تكنولوجي بتستخدم الجنراتيف ديزاين او بتقدم الخدمات بتاعت الجنراتيف ديزاين من جوه الكلاود تلاتفورم احنا يمكن فيه عندنا عدد من المحترفين النهاردة اللي بتدوا ان هما يستفيدوا من داينامو كطول وان هما يستخدموا الجنراتيف ديزاين على الديستطوب كمان هايبار بتسمح ان احنا نعمل الجنراتيف ديزاين كبابيات ده على الكلاود ونعمل الجنراتيف ديزاين للايلمنتس عندنا والموديلز بتاعتنا من الكلاود مش من جوه داينامو او من جوه الريفت او الدينامو بلاير جوه الريفت موديل على عرف اips Arbeit tool كمان بتسمحي لنا ان احنا نربط ما بين الـ smart building implementation وما بين الريفتت موديل وبرضه عشان بس ما يعني ما الله خبطش دي مش Aviva اللي تنتج الالكتريك او الموديلين بلانت دي شركة تانية تمام طيب Aviva بتعمل ايه؟ Aviva بتقدر تاخد البم موديل وبتاخد اللوكيشنز بتاعة السنسورز السنسور ده ممكن يكون ديب ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون كاربون داكسايد سنسور ممكن يكون سي سي تي في كاميرا بيدخلها في مكانها ويبتدي ان هو يربط ما بين الاليمنس دي وما بين المحتويات زي ما احنا شايفين هنا الصور اللي احنا بناخدها من السي سي تي في كاميرا ممكن تبقى ظهرة معانا ممكن ان انا استعرض كل السنسورز اللي موجودين معايا على الموديل وابدل ما بينهم ممكن اشوف لايف ستريم ممكن لو انا عندي سمارت لايت انا بقدر اتحكم فيه من البلدنج اوتوميشن سيستم بتاعي اقدر اتحكم في شدة الاضاءة لو انا عندي اتش فاك سيستم او اير كونديشنين بقدر اتحكم فيه بشكل مبدأي او بشكل مركزي اقدر ان انا اتحكم في ال اير كونديشنين دوت بشكل زنترون طيب 3DR يمكن اتكلمنا عليها ازاي بتقدر تاخد الدرون ديتا بشكل مباشر من الدرون للكلاود بشكل اسرع جدا زي ما احنا شايفين عندنا الدرون والكنترولر بتاعه على الارض الكنترولر مربوط على الايباد باقدر من خلال الايباد ان انا حدد الاريا هو بيدي اوتوماتيك الاوامر للدرون الدرون تبتدي تاخد اللقطات بشكل اوتوماتيك انا مش بحتاج انا اللي حدد الباصوف لايك مش محتاج انا حدد عدد الصور هو بيعمل الاوتوماتيك دوت وبياخد الصور اوتوماتيك من الدرون ديتا بيعمل لها داونلوود اوتوماتيك على التابلت ومنها على الريكاب اه او رياليتي كابتشر ايبي ايز فبقى انا من خلال ال 3DR تكنولوجي قدرت ان انا انتج 3DR بتاعك زي ما احنا شايفين بشكل اوتوماتيك كل اوتوماتيك مجرد ان انا حددت الاريا اللي انا هشتغل عليها وهو كل التفاصيل اللي بتزهر بتزهر بشكل آآ مباشر معي. طبعا بيانات زي بيقدر ان هو يحسب لي اللي موجود معنا في لو انا عندي منطقة هعمل لها بقدر من خلال الصور اللي جايلي ان انا اعمل و لما اغزيه في يظهر لي كمان بيانات او معي. هولو بيلدر طول تاني يمكن برضو استعرضناها بشكل بسيط شوية. هدفها ان هي تدير مجموعة اللوحات او الصور اللي بتيجي من 360 panoramas. ديه معبارة عن كاميرات بسيطة. ولكن الميزة فيها ان هي بتاخد صورة واحدة تغطي تلتمية وستين درجة حوالين الكاميرا. تنظر ان الصور ديت بتغطي مساحات واسعة اوي واسعة اوي عندي جوة المشروع بتاعي فاة اهتمينا جوه. الهولو بيلدر او الهولو بيلدر اهتمت ان هي تاخد البيانات بتاعة السياس بتاعها او ال فاحنا هنا شايفين مثلا الانتجريشن بتاع الهولو بيلدر اللي بيدخل جول بيمتري سيكستي يختار اللي هو هيشتغل عليها ويبتدي انه هو يحدد مكان الكاميرات زي ما احنا شايفين الفانوراميك ايميجز في اني مكان في الفلور بلان ويتحرك ما بينها بشكل سلس وبسك يعني طريقة سهلة تساعده وتبسط عليه النافجيشن وحتى لما بيظهر فيه مشكلة المشكلة دي هو محتاج انه هو يعمل لها ويقول لو سمحته حلونا المشكلة ديت او حلوا الاشو اللي موجود معانا دوت فهو بيقدر ياخد الاشو ايكم من الطول بارد جوه الهولو بيلدر ويبتدي انه هو يعمل الاشو الاشو دي هتدخل معانا جوه البيم ثري سيكستي ويقدر الفريق بتاع الشغل زي ما احنا شايفين الاشو موجودة معانا موجودة صورة بتاعتها موجودة التفاصيل كلها اللي جوه الاشو ديت ويقدر انه هو يعمل لها هايبر لينك ما بين الاشو في البيم ثري سيكستي وجوه الهولو بيلدر طيب احنا بنشرحه بنقدمه لناس هو learnforge.autodesk.io دي ويبسايت عندنا فيها توتوريال خاص بlearning بlearning الفورج وتقدر ان انت تستفيد من البياتفورم دي هنبص كمان على التوتوريال دوت مع بعض بشكل سريع قبل ما نبتدي نعمل احنا التوتوريال نفسه شوية عندنا كمان بعض من المواقع والماتيريالز اللي ممكن ان احنا نستفيد منها ونستخدمها ونقدر من خلالها ان احنا نستفيد مع اه نستفيد من الفورج التكنولوجي اهمها هو الفورج بورتال الوفيشيال ويبسايت بتاعة الفورج بلاتفورم فورج.autodesk.com معانا كمان الجيت هوب بورتال بتاع فريق عمل اوتودسك اللي بيقدم السامبلز وبيقدم الكود سنيبتز وبيقدم المشاريع شريع باللغاية مختلفة مختلفة تقبر ان انت استخدام اي بي اي معين او فانشن معينة معانا كمان الجوجل بتاعنا في عالم اي مشكلة اي 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 احنا عايزين نبتدي نتعلم عليها بنبتدي نحط عبارة عن كوميونيتي الناس بتدخل تسأل عليه والناس اللي عندها بتدخل وترد عليه. وطبعا على الوقت الاسئلة بتتكرر وبتظهر معانا ممكن حتى اجابات واجابات ازك. فريق اوتودسك موجود في الستاك اوفر فلو بورتل واي اسئلة بنحط عليها التاج اوتودسك داش فورج الفريق بتاع الاوتودسك فورج بيدخل ويبص عليها وفي المعتاد بيجاوب عليها بشكل سريع وبصورة يعني مرضية لمعظم الحالات يعني. عندنا عدد بقى من السامبلز اللي ممكن ان احنا نبص عليها ونستفيد منها زي الفورج داش ار سي بي دوت اوتودسك دوت اي او. دي اه سامبل يمكن استعرضنا منها بعد سكرينشوتس واحنا بنشتغل. هنبص اه ممكن نبص عليها لو احتاجنا اه لاحقا. كمان عندنا التويتر اه اكاونت بتاع اوتودسك وهو اوتودسك فورج تقدر ان انت تتابعه. وتعرف بقى منه اخر المستجدات في عالم الفورج بلاتفورم وازاي اي حاجة جديدة تقدر ازاي تستفيد منها او تستخدمها معاك. اه احنا اه اعتقد احنا كده انتهينا من الساعة الاولى او من الجزء الاول من السيشن معينا. اه خلينا ناخد اربع او خمس دقايق شوي من الاسئلة. تمام? لو حد حابب ان هو اه يسأل معانا ممكن يعمل اه ريز اه هز هاند. و اه نفتح له السؤال. تمام? وبعدين هناخد خمس دقايق اه بريك. اه بعدين هنبتدي الجزء العملي بتاع المحاضرة بتاعتنا النهارة. اه في حد بيسأل هل الفورج بلاتفورم دي اقدر ان انا اخزنها على السيرورز بتاعتي او اقدر ان انا اه شغالها على السيرورز بتاعتي. الحقيقة ان السيليوشن اللي انت بتكتب به الاوامر اللي بتكلم بيها الفورج بلاتفورم تقدر ان ان chutزنه عندك على السيرورز بتاعتك. يعني الجزء الخاص بالسيليوشن بتاعت انت بتخزنه على السيرورز بتاعتك او بتخزنه على قطه ديسك ديسكو. انما نفسه الخاص بالفورج نفسها فهو موجود في التكنولوجز بتاعت اوتو ديسك نفسها ومش مفيش منها نسخة installable بعد كده على servers او في data centers المنفصلة. اه فدي برضو واحدة من التساؤلات الكتير بتجل لنا حوالين الفورج موجود فين. طيب وده برضو ممكن يوصلنا النقطة تانية الفورج فيزيكالي فين. احنا الفورج بلاتفورم موجودة على امازون AWS. واحنا حاليا بنشتغل على اتنين data centers واحد موجود في USA والdata center التاني موجود في الاتحاد الاوروبي. فمن خلال data centers دول بنقدر ان احنا نقدم ان البيانات بتاعتنا تكون متاحة بالنسبة احنا مثلا لدينا في الشرق الاوسط قريبة من هنا في اوروبا. او ان هي البيانات بتاعتنا تكون كمان متاحة معنا بلاتنسي اقل وتبع بتاعت الجي دي بي ار يعني بتحقق اعلى شوية من الستاندرز الامريكية حاليا او القوانين الامريكية الخاصة بالبرايفيسي النهار. اه فده ممكن برضو اه واحدة من النوع. انا شايف ان احنا دلوقتي الساعة تسعة نقدر اه نطلع بريك لمدة خمس دايق بالزبط. وتسعة وخمسة هنبتدي مع بعض الجزء العاملي. الجزء احنا اخذنا النهاردة مع بعض او الجزء الانترودكشن النظري بتاعنا. اه ده مش بيحتاج للبرمجة يعني يمكن بتكون اسهل شوية المصطلحات. اللي عنده الجزء التاني بتاعنا هيكون عبارة عن هنز اون. هنفتح. فيجول ستوديو. هنفتح نوت جي اس. هنبني اول ابليكيشن لنا على الفورج بلاتفورم. اه بادنة. اللي حابب ان شاء الله ان هو اه يمشي معانا الخطوات. هيقدر ان هو هو يتابع معانا. اللي حابب ان هو يتفرج على التسجيل بعد كده. يقدر ان هو اه يبص عليه في اللايبروري الخاصة بالمحاضرات بام اريبيا. اه اللي عنده سؤال يقدر يكتبه على معانا. هنتابع آآ يقدر كمان ان هو يدونلود نسخة من الكود اللي احنا هنكتبه ده لما هننتهي منه وننقله على مع بعض. تمام? آآ فبريك آآ كده بقى اربعة دقايق. تمام? تسعة وخمسة هنكون موجودين مع بعض تاني. شكرا لكم. دقيقة واحدة وهنبكدي الجزء التاني. طيب. آآ فيه برضو هنا حد بيسأل هل محتاج اعمل دونلود دلوقتي عشان اتابع جزء العملي. آآ لا انت فيه حاجات ممكن تعملها دونلود لو حابب واحنا موجودين مع بعض في دانب العمل يعني. بس آآ مش ضروري تسبق يعني. تمام? وهنبتدي انه تحرك مع بعض في الجزء العملي. انا آآ آآ احنا تفاديا بس لطبيع او لان الوقت يضيع مننا. فانا فيه بعض خطوات بسيطة هقول لكم تتعمل ازاي ولكن ها آآ يعني هنفذها آآ هتبقى متنفذة عندي على الويندوز آآ السيستم اللي شغال معانا. انا كمان. آآ احنا كده آآ شايفين معانا دسكتوف فاضي. تمام? هنبتدي من خلاله ان احنا نشوف عايزين نعمل اول خطوة معانا. هنبتدي ندخل على آآ آآ الفيجول ستوديو كود. تمام. والفيجول ستوديو كود آآ واحدة من البرامج اللي مايكروسوفت بتقدمها آآ آآ فري لكل المستخدمين اللي يقدروا ان هم يستفيدوا منها ويشتغلوا عليها. فا اول حاجة هنعملها هنبتدي نعمل داونلوود للفي اس كود او الفيجول ستوديو كود. تمام? وهنبتدي نشوف الفايل اللي هو بيتحمل معانا. تمام. هنبتدي القطوة التانية آآ هنبتدي ان احنا آآ ندخل على نود جي اس. نعمل سرش على نود جي اس. تمام? وزي ما احنا شايفين النود جي اس هو اللي احنا هنكتب عليها الكود بتاعنا. آآ تظهر ان انت تستخدم الالتي اس او اللي هو او يعني خلينا احسن مع النسخة. آآ دايما بتكون هي النسخة اللي فيها احدث التعديلات معنا او احدث اللي موجودة معنا. هنبتدي الاول هنشغل وهنعمل له بتاعه. وهنبتدي نشوف المعتاد مع الحاجات اللي دي. بنفضلها المهم احنا محتاجين ده بيساعد معانا آآ بعد كده في الاستخدام الفيجيول ستوديو كوز. النود جي اس كمان نزل معانا اهو هبتدي ان انا اقول له اوبن. وهبتدي اعمل ستاعته. ده مهم. وهبتدي ان هو يعني تاعته معنا. اه برضه هنتأكد ان هو قدPost موجود معانا لان دي من الحاجات المهمة ايه هو الـ mode package manager أو الـ MPM. والـ MPM ده البرنامج اللي بيسمح لينا ان احنا نعمل download لبرامج البرامج الخاصة بالمبنية باستخدام هنا هنختار الابشن بتاع لان هو 데 هيسمح لنا انه هو يعمل بنسخة ونسخة و دي مجموعة ادوات زي بتستفيد برامج الم منها او البرامج اللي بعمل بالنبي ام من وجودها معي. فهقول له اه انا موافق. تمام? كده هقول له نزل معي. تمام? هو البرنامج زي ما احنا شاكين هنا. اللي بقدر من خلاله ان انا اه ابتدي اشتغل معك. اه وبقدر من خلاله ان احنا اه نتفاعل معك. زي ما مهندس عمر تحط في الشات معي نوعينا nodejs.org. هو ده الوب بيج اللي بنولود من عليها النوت. والبيج بخاصة بcode.visualstudio.com اللي بقدر انازل من خلالها الvisual studio code. تمام? دي في المعتاد ال two components اللي انا بقدر او ان انا محتاجهم ان انا ابني باول عندي مبني على الفرج او مبني على الفرج APRs. طيب. في نقطة هنبتدي نشتغل عليها. احنا هل احنا لازم ننفذ الخطوات اللي انا قلتها دي اه بالحرف? الحقيقة لا. اي حد عنده web development experience كفاية يقدر يبني البرنامج بتاعه اه بنفسه. اي حد عنده اه لغة تانية غير اه اه النوجيس او اه اه ال javascript يقدر ان هو يستخدمها لو حد بيشتغل اه اه بايثون او PHP اه يقدر ان هو يبني ال solution بتاعه و دوت نت برضو من اللغات المناسبة. يعني السي شارب والفيجيول ستوديو دوت نت. آآ متاحة آآ يقدر ان هو يستعملها ويشتغل عليها. طيب. هنبتد ندخل جوه بروجيكتس آآ يعني انا هدخل آآ انا خلينا من الجداية خالص. انا هعمل ادخل في السي. هعمل مشروع او فولدر جديد باسم بروجيكتس. تمام? قدر عمله في اي جزء عندي على الجهاز. هدخل اعمل فولدر جديد وسنيه فورج باش لاب او او المعمل آآ بتاعي. وآآ هبتدي ان انا هدخل جوه الفولدر دوت من جوه الفيجيول ستوديو كود. طيب. احنا هنا انتهت الفونكشن. آآ زي ما احنا شايفين دي عملية الناتف موديول انستيليشن ستريب. ده يمكن اللي احنا قلناه اللي هي الفيجيول ستوديو بلد تولز. والآآ البيتون. فهو هنا بيبتدي انه هو يننفذ آآ الانستيليشن بتاعه. قامنا الانستيليشن ده نافذته قبل كده. فانا هسيبه يشتغل آآ على جنب بدل ما نضيع وقت معي. انه بياخد حوالي ربع ساعة في الانستيليشن لوحده. كمام? فاحنا ايه? آآ هسيبه هو يشتغل. كمام? وهنبتدي احنا نمشي مع الخطوات بتاعتنا. المنزلش آآ نوت قبل كده ومنزلش آآ آآ الفيجيول استوديو الخطوات ديت آآ يعني هيبتدي انه هو ايه آآ ينفذها زي ما قلتلكم بتاخد حوالي عشر دقايق او ربع ساعة. آآ طبعا حسب الانترنت سبيد حسب ما هما كتبين الدونلود بتاعة الناتف موديلز دي حوالي تلاتة جيجا بايتز. فآآ برضو حسب الانترنت اه مع اليوزر بتاعنا. هنقوله آآ تمام? وهنبتدي ان احنا نبني اول موجود معانا جوه جوه الفيجيول استوديو. اول حاجة بنعملها بندخل بنقوله فايل اوبن فولدر. وده معناه ان هو هيدخل على آآ فولدر معين يبتدي ان هو يعتبره البروجيكت او الورج سبيس بتاعه. فانا هقوله لو سمحت ادخل جوه بروجيكتز ادخل جوه فورجلاب. وابتدي آآ شغل معي الانفيرومنت بتاعتي. تمام? آآ هنبتدي مع الخطوات الاولانية بتاعتنا وهي ان احنا آآ نعمل الهالو وورلد آآ بتاعنا او اول ابيكيشن مكتوب باستخدام اللي من خلاله نقدر ان احنا نبتدي نرفز آآ الخطوات بقى اللي بعد كده ونستفيد منها ازاي? اول حاجة هنعملها هندخل جوه اللاب بتاعنا وهنبتدي نقول له فايل آآ نيو فايل معنا تمام? نيو فايل بقدر ان انا نرفزها من فايل نيو فايل معايا بقدر ادوس كنترول ان بقدر كمان ان انا ادوس على النيو فايل ايكون اللي موجودة جوه ال آآ بانل بتاعة اللي انا موجود عليها جوه ال آآ اللي انا موجود عليها جوه الفيجوال استوديو كود وهبتدي ان انا اكتب اول اوامر عندي موجودين جوه الابليكيشن بتاعي هكتب اول حاجة var express اعتقد الخط صغير مش كدا فقالينا نتقل جوه الـ configuration بتاعه في الـ view وفي الـ appearance نقول له zoom in شوية نكبر التاكست بتاعنا ممكن كمان نكبره مرة كمان كمان appearance ونقول له zoom in كمان عشان الدنيا تبقى اوضح للشاشاته الاصغر شوية احنا كمان مش محتاجين الـ full size او native size بتاعنا احنا اول سطر معانا هنكتبه هنقول له لو سمحت يا استاذ نام كريم ادخل معانا واعمل الـ command الاول بتاعك انه اوه حاول تروح تكلم اللي اسمها xpress عندنا وشوف ايه اللي احنا ممكن ان احنا نعمله تمام طيب ايه هي xpress? xpress دي عبارة عن library موجودة جوه الـ node.js بيقدر من خلالها انه هو اه يعمل ويب سيرفر او يعمل اول نسخة من الويب بتاعنا. طيب بنكلمها ازاي بنقول له var express equal require اه هنطح مع بعض خوص بنقول له xpress زي ما احنا شايفين هنا كان نقدر احنا ونقفل معانا كمان وبنقفل بالسيمي المعروفة معانا جوه ايه? جوه الـ javascript. طيب انا قلت له لو سمحت اعمل object جديد اسمه express. والـ xpress ده روح لموديول اسمي xpress عندي في النود. ابتدي اشتغل عليه. طيب انا دلوقتي لو حولت انفذ الكود مش هيشتغل. ليه? لان انا ما قلت لهش لسه ان انا عندي برنامج والبرنامج دوت جوه بتاعتي اعمل ايه? هدوس على ترمينال واقول له new ترمينال. الترمينال دي هي بتاعي اللي انا بشتغل عليه جوه هو اللي بشتغل عليه جوه الويندوز. هو بعد كده كمان لما بعمل ديبلوي للسيرفر ده على الكلاود او على لينوكس سيرفر بيقدر ان هو ياخد الاوامر بتاعتي مني. فاول حاجة بقول له عليها لو سمحت اعمل npm initialize او init. يبقى انا هنا بقول له ايه لو سمحت يا برنامج اللي اسمك npm اعمل initialize للكود اه بتاعي. تمام? او اعمل initialize الapplication في الفولدر اللي هو في project forge lab. وهقول له enter. هيبتدي هنا يسألني معدي الاسئلة ايه ال package name او ال program name عندي? هو مفترض ان هو بنفس اسم الفولدر بتاعي. فمجرد ان انا هدوس enter. هيبتدي ياخد ال default setting. ال version 1. ده ال default description انا مش محتاجي احط ال description دلوقتي. ال entry point بتاعتي index.js. انا هغير الفايل دوت بعد كده. وهساميه star.js. بس حابب ان احنا نبص مع بعض. ازاي هنغيرها بعد كده من ومش من ال default بتاع دي. مش من ال default بتاع ال MPM. فهنسيبه زي ما هو index.js. اقول له test command انا مش محتاج. get repository مش عايزه. keywords author. كل دي تفاصيل. لو انا الكود بتاعي هيتنقل بعد كده على البرنامج او الموقع بتاعة ال MPM او اللي هي node package. كمام? البيانات دي هتكون مهمة بالنسبة له. وغير كده احنا نزلنا ككود مش محتاجين ان البيانات دي نستخدمها معي. اه اقول له is this okay? yes. كده انا نفز اول كماندو معي. وهنلاحز ان بقى عندي برنامج او عندي ملف هنا اسمه page dot جيسون. والجيسون ده هو ال configuration file اللي هو الطريقة اللي الجاباسكريبت بتقرى بيها الفايلز جوه ال configuration وجوه الكود بتاعها. تمام? وهو بالمناسبة نفس الفورماك اللي البيانات بتتنقل به من وإلى ال forge platform. وده قريبا معظم التكنولوجيز دلوقتي اللي شغالة على ال http request. تمام? الامر التاني اللي هنفزه اللي هو npm install. تمام? اكس برس. ده معناه ان انا هنفز دلوقتي تحميل للايبري بتاعت الاكس برس. موجودة هدخلها معي جوه الفولدر بتاعي. زي ما احنا شايفين بيحصل له اه او الملفات بتعمل لها install. وهنا احنا اه هو عمل installation ل 50 packages. هنلاقي هنا كمان انه ظهر عندنا dot log file. تمام? وزهر معنا هنا node dash modules او node underscore modules. لو فتحناها هنلاقي جوه الخمسين package اللي هو نزلها وحملها واللي اهمها هي الاكس برس. تمام? اللي احنا شايفينها. وكل ال packages التانية دي packages الاكس برس بتعتمد عليه. تمام? طيب. بكده انا لو نفزت الكوماند بتاعي دوت هيبتدي ان هو اه يبتدي يستخدم او يقرأ من اللايبري بتاعة الاكس برس. اه هقول له file save. وهقول له الملف ده لو سمحت جوه الفولدر بتاعي سميه start.js تمام? وهعمل save. هنلاحز هنا ان اول ما الفايل اتحول معي. لا.js اه ال color او ال syntax highlight ابتده يظهر معي. والااااااااااااااا visual studio code ابتدى كمان ان هو هيديني معلومات عن ال elements اللي موجودة معي. اينا الexpress ده object. ان الامر require ده يقدر ان هو ياخد نود موديول ويتحملها في الابجيكت اللي اسمه اكس بريس انا بعتذر لو اي حد ما عندوش باكجراوند عن الديفلوبمنت الجزء التاني بالنسبة له مش يبقى مفيد قوي الجزء ده موجه للناس اللي عندها خبرة في البرمجة مش لازم يكون عندك خبرة في جوابا سكريبت ولكن بصيص من البروغرامنج لانجوجز يعني فهم ان يعني ايه يعني ايه يعني ايه ابجيكت الابجيكت ده بكلمه ازاي زي ما احنا شايفين هنا احنا هنا بندكلير او بنعرف ونوعه بيبقى جاي من اللود او امر اللي بيجي معايا من الامر بتاع الامر بتاع اللود بتاع النود تمام طيب احنا كده حملنا اللايبري بتاعة وابترينا ان احنا ناخد الكوماند التاني معانا وهنقوله لو سمحت اعمل من الاكسبرس لايبري دوت اوبجيكت تاني اسمه ابليكيشن هو نسخة البرنامج اللي انا هبتدي انافزه جوه اكسبرس وهيكون ان انا بعمل لود او بعمل الابجيكت اللي اسمه اكسبرس اللي انا حملته من الايه من الموديول ديت او اللايبري يبقى انا اول امر عندي حملته اوبجيكت اللايبري ديت الامر التاني عملت له او او ستارت وحملت النسخة بتاعة اللايبري اللي ران ديت والانيشيلايز جوه اسمها تمام طيب الخطوة اللي معايا اللي بعد كده ان انا هحاول اكلم الاب ده خلي الاب عندي بيعمل مجموعة افعال اول حاجة عندي ان هو لو سمحت يا ابلي لما يجي لك الريكوست الريكوست دوت نوعه جت تمام? وده بالنسبة للناس اللي بتشتغل في الويب هو امر الريد ان انا لو طلبت من الويب بتاعي يريد يا ملاف من الملافات فقلو لو سمحت البيل دوت فيبقى انا هطلب دلوقتي بتاعي ان لو جاله بقام ريد لإيه بقى? اللي موجود معايا اللي هو الروت او اللي هو الديفولت اه اللوكيشن في السيرفر تمام? لو سمحت نفس اللي هكتبها لك دلوقتي يبقى انا عندي هنا او اسمه جات او امر اسمه جات لما الويب سيرفر يجي له الريكوست بالديفولت ده هو ديت ده معناه انه هو انا ببعت الريكوست للسيرفر من غير مطلوب منه اي اسم للسيرفر تمام? لما يجي له الريكوست بالاسم دوت هترجع ايه? هات ايه اللي انت هتجيبه? هتجيب النتيجة بتاعة الفنكشن اللي هنكتبها مع بعض. هنكتب فنكشن تمام? ودي برضو بالمناسبة واحدة من الحاجات اللي احنا بنتعلمها جوه الجاباسكريبت. انه الجاباسكريبت عبارة مجموعة من الفنكشنز جوه بعض. يعني الجاباسكريبت نفسها ما ما بتبتديش من اوبجيكت مين مسلا ومين ده بيبقى فيه فنكشنز لا هو مجموعة فنكشنز انا بشتغل عليها ومن جوه الفنكشن دي بتبتدي تنفذ اوامر مختلفة. طيب انا اول حاجة هعملها هقوله لو سمحت الفنكشن دي هتجي لك من الريكوست. الريكوست ده اللي هي بيانات الكول اللي جايلي. تمام? وهيجيلي بوبجيكت تاني اسمه ريسبونس. ريسبونس ده اللي هو الناتج اللي انا هبتدي ارد بيه على محتويات الريكوست ده. هفتح الكورلي براكتس وده معناها ان اللي جوه الكورلي براكتس ده هو الكود الفنكشن دي بتعرفه. تمام? طيب. هرسبوند بايه? هقوله لو سمحت الوبجيكت اللي اسمه ريسبونس او راس. تمام? هقوله لو سمحت رجع. يعني ابعت للي طلب منك الريكوست دوت. التكست ده. تمام? يبقى انا كده من خلال الامر بتاعي وبرضه قادر اغفر بالكورلي براكتس ده مش ضروري اغفر بالكورلي براكتس ده اغفر الكماند معايا. اه في الفنكشن. اه السمي السمي الكورلي براكت ده يقدر يفر براكت. طيب. اغفر برضو. كورلي براكت بتاعي. تمام? وابتدي اقوله لو سمحت يا ابليكيشن. يلي مبني من الاكسي براس لايبري. استنى اي ريكوست يجيلك على الورت الى رقم تلات تلات. وللي مش بالويب ديفلوبمنت كل سيرفر موجود على النتورك ده اه اربعة وستين الف بورت مختلف. يعني انا بقدر اكلم السيرفر ده بالاي بي بتاعه. تمام? ولازم احدد انهي بورت اللي هو بيسمعه علشان يردلي دي. الدفولت بورت اللي كل الويب سيرفرز بتستعمله هو بورت تمانين وبورت ربعملية تلاتة واربعين. ده لو انا بكلمه من غير من غير تشفير. تمام? وحتى في الحالة ديت البراوسر عندي بيقول لي ان دي اه ويب بيج مستكيور. تمام? والطريقة التانية اللي هي اللي بتخلي البراوسر يكلم الويب سيرفر بطريقة متشفرة. تمام? ودي ليها ايه اه يعني ستاب بعد كده احنا مش اه هناخده مع بعض النهار. تمام? طيب يبقى انا كده هنا اول حاجة عملتها انا عملت الهالوورلد بيع الاكسفرز. كده انا كتبت اول امر لما يجي له ريكوست على الباكسلاش فيرد بالهالوورلد. وخليت الاكسفرز يسمع الكود اللي هيجي على الكورت تلاتة. هعمل سيف. تمام? وهقول له لو سمحت جو. هقول له ستارت بيباجين. او ابتدي اعمل ران للابليكيشن بتاعي. تمام? الفيجول ستوديو كود عنده كزا شكل يقدر ان هو يعمل. اه منها احنا هنا هنختار النوت جي اس علشان افاهمه ان ده ابليكيشن هتشغله من خلال النوت. تمام? هقول له نوت. تمام? هلاقي ان هو هنا راح جاب النوت جي اس. شغلها. وقال له لو سمحت اعمل لي ران على الايه? على الاسم ستارت جي اس. تمام? هنلاحز هنا ان بقى في عندنا تول بار. تول بار ده الخاص بالديباجين. لو انا حطيت ما يسمى بالبريك بوينت. وده للناس اللي بتشتغل في البروغرام جا عرفاه. امان? اقدر ان انا اوقف بتاعي عند يعني انا اول ما اختار هنا بريك بوينت. اول ما هيجي يكلم الامر دوت هيوقف قبل ما ينفزه. ويخليني اقدر افهم طبيعة اللي جوة بتاعي وهو شغلاني. طيب. انا كده عندي البروغرام رانين. زي ما احنا شايفين عامة البوز موجودة. ده معناها عندي طبعا الابشن انا اقفل او اعمل البروغرام بتاعي. يبقى هو دلوقتي بيعمل ايه? هو واقف عند الامر بتاع الليسن. وقاعد يعمل بتتكرر تمام? علشان لو حد حاول يكلم رقم تلات تلات. هو يروح ويعمل اكسبت للايه? يعمل اكسبت دو. طيب احنا ازاي نعمل اول دينا? اول هنعمله مع بعض. هو من خلال ان احنا نكلم بتاعنا. طيب احنا لو انا عندي السيرفر بتاعي موجودة عندي في فانا عندي طريقتين اكلم بها. ان انا اتكلمه باي في معين اسمه مية سبع وعشرين بوينت زيرو بوينت زيرو بوينت وان. تمام? والمية سبع وعشرين ده معناه ان انا بكلم نفس الجهاز اللي انا جواه. يعني انا مش محتاج احط السيرفر بتاعي في جهاز تاني. واروح اتدور على بتاعه وبعدين ابتدي اكلمه. تمام? طيب لو انا حاولت اعمل كده دلوقتي هيرفض. ليه? هيرفض? لان انا محددتش البورت بتاعه. هو هنا بيقول له ايه? لان هو البورت الاصلي اللي هو بيحاول يكلم عليه الاي بي دوت مش شغال. ايه الاي بي? الدفولت ده اللي هو تمانين. طب بس انا قلت للسيرفر بتاعي وللنود بتاعي ان هو يسمع الاي بتيجي على الايه? على فورت تلات تلاتة. يبقى انا محتاج اقول له لو سمحت. روح تكلم السيرفر ده على فورت تلات تلاتة. تمام? وهدوس امتن. طب ايه اللي احنا شفناه ده المحتوى اللي اتبعت لي من السيرفر لما انا اتكلمته بالبورت رقم تلاتة تلاتة. طيب هو عرف منين ان ده اللي انا مقدر ارد عليه لان الدفولت اه بورت بتاعي او الدفولت بيتج بتاعتي هي الروت هي الوكيشن ده هو. فانا السيرفر ادرس عندي مقسوم لتلات اجزائي. السيرفر او الاي بي ادرس بتاعه نقطتين فوق بعض البورت نومبر وبعدين اي حاجة بعد البورت نومبر تبتدي تبقى ايه بتاعي او الروت اللي انا هسمع منه الحاجة اللي عميه. طيب لو انا كتبت هنا مسلا هيقول لي ايه? هيقول لي كانت ده معناه ايه? ده معناه ان هو حاول دلوقتي يروح للسيرفر اللي هو ويكلمه على فورت تلات تلاف ويقوله لو سمحت تشوف لي الفانشن اللي بترد على امر جات ران. لو انا كده دلوقتي عملت الستارت للسيرفر هيقدر ان هو يرد على ران. انا عملت كده ستارت زي ما احنا شايفين. ورجعت لكود بتاعي. وعملت ران. هيبقى دلوقتي بيرد على لو انا شلت دلوقتي كلمة ران. وحاولت استارت. هنا هيقول لي كانت جات روت. احام? يبقى انا كده بقدر من خلال الامر بتاع جات احدد هو بيرد عندي على ايه? اه مشكلة. طبعا انا بقدر ان انا اخد الشغل بتاعي. واعمل له كوبي. تمام? واعمل له بيست. احام كده? وغير الغارج البتاعي ران. واقول له هنا هلو وورلد ان ران راود. تمام? واقول له ريستارت. هتلاقيه هو عمل اوتوماتيك سيف. وعمل ريستارت للسورفر. ودلوقتي انا لما اكلم التلات الاف هيقول لي هلو وورلد. ولما اكلم هلو وورلد ران. هيقول لي هلو وورلد ان ران راود. طيب. اللي انا ابعته لحد دلوقتي عبارة عن تكست. لو انا حابب ابتدي ابعت اتش تي ام ال. ممكن اقول له هنا ابعت ابسط اتش تي ام ال في الدنيا ممكن يتبعك. وهو ان انا هحط البي تاج. والبي تاج دي معناها ان التكست اللي ما بين البي تاج ده وقفلت البي تاج ده معي. هيبقى بود. تمام? واقول له ريستارت. علشان يقدر ياخد الكود الجيد بتاعي. بالمناسبة انا لو عدلت اي حاجة في الكود بتاعي واعمل اه من غير معامل ريستارت الابتليكيشن. مش هيقدر يفهم ان الفايل ده اتعدل معنا. تمام? طيب. لو انا عملت تاني اهو. هنلاقي ان الكود بتاعي بقى ايه? بقى. طب هو دلوقتي ظهر عني البود دوت لو احنا بصينا هنا على بيو بيج سورس. هلاقي ان هو بالزبط الكنتنت اللي انا ابعته له في الكود هو ده الكود اللي هو ايه استقبله. تمام? طيب. هل ده ملاف صحيح? لا. بس البراوسر عندنا من الحاجات اللطيفة ان هم بانوا البراوسر بحيس ان اي كود بيدخله هو بيحاول يفهمه بيحاول يتعامل معاه. ممكن يبقى ناقص الاتش تيم الالتاج ممكن يبقى ناقص التاج اللي بتقول له هو البرنامج ده بالقال يلغة. ممكن يبقى ناقص اي حاجة ليه علاقة بالا بالسطايل. ليه علاقة بالجاوة سكريبت. خلاص هو بيحاول اللي موجود معي فلو جلو تكست ما هواش ياخد اي تاجز يظهر لنا زي ما احنا شايفينه كده تاكس لو ابتدى يلاقي تاجز لها علاقة بالاتش تي ام ال زي البي مسلا او البي ار اللي بتعمل لنا سطر جديد بيقدر انه هو ياخد بقى ايه الكود ده ويحاول انه هو ايه ينفزه معنا. تمام? طيب يبقى احنا كده عملنا بتاعنا اول برنامج موجود معانا على النود. وتشوفنا ازاي بنشغاله. تمام? هنبتدي نعمل اول ويب فيتش بقى. اول صفحة عندنا النود عايز يقامها ويبعثها لليوزر بتاعنا بشكل سريع. هنوقف بالوقتي الكود اللي احنا كتبناه ونرجع على عندنا وهنبتدي نقول له لو سمحت اعمل اا فولدر جديد والفولدر ده سميه فيوز تمام? وجوه الفيوز دي هنحمل بقى عدد من الملفات بتاعتنا اللي جوه البرنامج عندنا بيقدر يقراها. تمام? هدخل هنا واقول له نو فايل تمام? وهقول له الفايل ده اسمه اندكس دوت اي جي 에س. اي اللي احنا شفناрашو نوع واحد من الملفات اللي هو الجي اي بقى الاي جي اي اي سaba عبارة عن ملف جواه. وفي جزء من التاجز بييفامها الجاباسكريبت今回 تمام? طيب. هنحط ايه جوه البيوز ديت? هنقول له لو سمحت اخد اعملي هنا ايه? هناخد نعمل كوبيباست للكود اسهل ما نعد ان احنا نكتبه مع بعض. اه او خلونا نكتبه سوي. انا هبتدي اعمل اتش تي امال. تمام? هلاقي ان هو عملي بتاعتي. ده معناها ان اي تاكست موجود معي هيكون بصيغة الاتش تي امال وهو كده هيفهم الا موجود. هتدي اعمل كمان اه هابت تاج. ودي هتقول له التفاصيل المبدئية اللي هو هيشتغل عليها. وهقول له. تمام? واقبل التاج دي زي ما احنا نشاهدين كده بقى معانا التاج. الناس اللي بالهتش تي امال ومش بالهتش تي امال هنا اول حاجة هتبتدي تظهر معانا مختلفة عن ال اه مختلفة عن الاتش تي امال. وهو ان انا هعمل تاج. التاج دي اه بتبتدي معايا اه اه بالبرسنت مارك. تمام كده? وهقول له لو سمحت بالبرسنت مارك كده نفزلي الكود اللي موجود جوه. اللي هو طيب. وهقفل بالبرسنت مارك تاني. وهقفل التاج بتاعدي. طيب. دي سبيشل تاج. تمام? الاجس بيقدر يفهمها ان لو سمحت روح دور على اسمه وحط التكست ده مطرح. تمام? هنتعمل معانا بقية الكتابة وهنبتدي نعمل بتاعنا وهنفط معانا وهنخط اه اه اتش وان تاج اللي هي الهيدنج وان. واللي برضو هناخد معانا فيها نفس التايتل تاج ديت. هنعمل لها معانا. وبعدين هنعمل الاتش وان تاج دي وهنعمل تاج اسمها اتش اار. دي بتعمل خط اه هوريزونتل. عندنا في التاج. والتاج دي مش محتاجة ناتف تتفحة وتتفل. دي بتتفل بنفسها. وبعدين هنكتدي ناخد البي اللي هنحط جواها البي او الكنتنت معانا. هنكتدي برضو ناخد نفس التاج اللي احنا جربناها. هنقول كنتنس. تمام? ونقفل با الا 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 تاج تاني. تمام? وهنعمل صيف للفايل. طيب. احنا دلوقتي هل النوت جي اس بيقدر يقرأ الاج اس? نا النوت جي اس ما بيقدرش يقرأها بايد بول. لازم ادخل احمل عنده كومبوننت او بيقدر يقرأ الاج اس ده فهقول له npm install egs تمام؟ ال default template language او default template library اللي جوه ال npm اسمها jd تمام؟ وانا personally ما بحبهاش قوي يعني لان هي بتبعدنا شوية عن الشكل الاصلي بتاع ال html تمام؟ فانا بحب ان انا اعمل install لل egs ديت بدل ال jd template يعني. اه الناس اللي بتشتغل php دي الطريقة اللي احنا متعودين عليها كلها في كتابة php يعني اللي هو بنسميه ايه? php تمام? وهو ان انا بضمن كود بلوكس جوه php وبعد كده بخلي البرنامج يعمل له run اه جوه. تمام? طيب. هرجع لل start gs وهبتدي اغير شوية في ال component اللي عندي. طيب هعمل ايه? انا هنا هبتدي اعمل بقى copy وفيس لان احنا هبتدي كودي اكتر معانا. تمام? فهنحتاج ان احنا ايه? ان نبسط على نفسينا الكتابة. هنبتدي ان احنا نجي ونقوله هنا. var path require path ودي library التانية جوه الexpress. هتسمح لي بعد كده ان انا اقدر اشتغل مع ال paths دي بشكل احسن واسرق معي. تمام? او اللي هي ال location. وهبتدي ان انا اقولك تمام في عندي API تاني او عندي كماند تاني مهم بالنسبالي هو ان انا اعرفه ان احنا ال view engine بتاعنا هو اي جي اس. يبقى انا هقوله app set view engine. اي جي اس طيب. وال اي جي اس فايلز دي بتيجي من اين? دي بتيجي من الفولدر اللي اسمه view. اللي جوه ال root فولدر بتاعنا. وده special variable النوت بتديهولنا. في ال location بتاعي اللي هو هنا ايه بالنسبالي انا. اللي هو مش بقى program file اللي هو بالنسبالي. اه c projects اه start اه dot js. اه فورج لاب start dot js. تمام? يبقى انا كده عرفت عندي ايه? ال view language اللي احنا بنشتغل عليها. هبتدي اعرف ال root بتاعي زي ما احنا شفناه كده بامر ال get اللي موجود معي ولكن بطريقة تاني. فانا هدخل اشيل الاوامر دي اشيلها معي وحافظ بس على امر listen والامر بتاع اللي احنا حطناه وابتدي اعمل paste للroot root. الroot root ده بقى هيقوله ايه? لو سمحت لما يجيلك request على ال root دوت او الroot دوت مش بقى تستخدم ال function دي فان انت ترد على حاجة. لا. روح للملف اللي موجود معانا جوه فولدر اسم root جوه index. هنا هنلاحظ حاجة. ان احنا لما جينا نتكلم express قلنا بس express. ليه? لان انا لما بقوله انا express اه النود بتعرف ان انا رايح ادور على موديل جوه النود موديولز. فتدخل على نود اه موديولز وتدخل على اكس برس بنفسها وهتلاقي ان في عندها بقى ايه زي ما احنا شايفين هنا الايه? اللي بيعرفها الملف اللي هي تبتدي تقرأ منه عامل ازاي? تمام? ولكن انا لما ببتدي احمل جزء من البرنامج عندي بقوله ان احنا بنبتدي هنا من الدوك والدوك دي هنا. تحالة هي الايه? هي المكان بتاع start.js اللي هو الروت بتاع البرنامج. تمام? طيب يبقى انا هنا هروح لفولدر اسمه routes وهعمل آآ آآ جابا سكريبت فايل تاني اسمه index. طيب يبقى انا ايه? هروح هنا وهقول له create folder وهسمي الفولدر بتاعي routes. تمام? وهعمل جوه routes فايل اسمه index.js. تمام? وهلاقي ان الفايل بتاعي اتفتح هنا. فهبتدي ان انا هدخل جوه الكود اللي موجود جوه الاندكس ده. وابتدي ادي له حاجة تقريبا الشبه اللي احنا شفناها مع بعض. تمام? ولكن بشكل ايه? متقسم عن الابكيشن بتاعي. طيب ليه احنا بنعمل كده? علشان ما يجيش البرنامج بتاعي كله يبقى في الملفة دوت ستارت. او اللي هو ستارت بدو تجأس? لأ هو الكود يبتدي عندي يتأسم زي ما احنا شايفين كده. وراؤت هيبتدي يهاندل routes اللي عندي. وستارت هيبتدي يشغل الايه الابكيشن كله. طيب هنا عندي طيب يعمل ايه? بيروح ياخد الايه? يحمل اللايبري بتاعة اكسبريس. ويحمل اللايبري بتاعة راوتر. اللي احنا شفناها معانا في الستارت. فاحنا هنا شفنا الايه? اللي هي الستارت هو الاندكس راوتر هيوز الايه? الراوتر دوت. هيروح معانا. يبتدي بقى يقول راوتر زي ما احنا قلنا الاب قبل كده. لما يجي لك جت ابتدي ينفزه هو كمان هيقول لو سمحت يا راوتر اللي هو جزء من الاب عنده اللي جوا اكسبريس. لو سمحت لما تشتغل لما يجي لك بقى امر جات. جي على الاساسية او الهوم بيج الاساسية. استعمل برضو نفس الفنكشن اللي احنا شفناها بالريكوست والرسبونس. بس هنا بقى هتعمل ايه? مش هتسند بقى الرسبونس بتاعك هيبقى عبارة عن رندر. تمام? والرندر دوت اسمها او عارف ان انا بتاعي هو اي جي اس. فهيروح جوه الفولدر اللي انا قلت له ان بتاعي او بتاعي موجود فيه. وهيروح على اول فايل اسمه اندكس. والاكستنشن بتاعه احنا حددناقوله هنا في الايه? في الستارت. تمام? طيب هتقول لي انا ليه هنا الفايل الاندكس دوت? حطط له اكستنشن دوت جي اس. لان اي كود جوه جي اس هو ده جاباسكريبت. والامر بتاع جوه نوت بيفهم اوتوماتيك ان ده ملف جاباسكريبت مدام مش موديولي. تمام كده? مدام انا مش ايه? مش بديله السنتكس بتاع الموديول اللي بياخد جوه نوت موديول. تمام? يبقى هدخل جوه اندكس دوت جي اس. تمام? وهقول له لو سمحت لما يديلك ريكوست. تمام? رد عليه بالرسفونس اللي هيرندر البيو اللي اسمها اندكس. وحط له الفاريبلز. دعا لو تفتكروا الفاريبلز اللي احنا كتبناها مع الفيو اللي هي تايتل وكنتنت. تمام? فدي المعلومات اللي جوه التايتل ودي الكنتنت اللي جوه الفاريبل اللي اسمه كنتنت. تمام? كده? وهنقول له سيف. هنروح لقارت جي اس وهنقول له سيف. وهنقول له كمان اعمل لنا ران. اقول له لو سمحت استعمل النوت تيمبلت دوت او النوت كونفيجيريشن. هنا لما هروح بقى للابليكيشن بتاعي. طبعا لو حاولت ران دلوقتي على ران هلاقي ان هي مش هتادي حاجة. لان احنا شلنا الايه الفامشن اللي بترسبوند للراوت اللي اسمه ران. تمام? هاجي على الروت راوت عندي. بالمناسبة انا كمان عندي اقدر ان انا اسني الهوم بيج ببعتي بدل ما هي. بالاي في ادرس ده اقدر اقول لها. لوكال هوست. لوكال هوست ده عبارة عن آآ اليس او زي شورت كات لنفس الاي في ادرس اللي هو عندنا المية سمعة وعشرين دوت زيرو دوت زيرو دوت واحد. تمام? يبقتنا هنا لوكال هوست. هنا شفت انا ايه بقى اللي حصل? اللي حصل عندي ان النوت ابليكيشن راح. على الفانشن اللي موجودة معايا جوه. دور على مين الروت او مين الروتر اللي بيرد على الروت. وراح رايح من الاندكس راوت اللي هي موجودة هنا في الاندكس. منها على الفايل بتاع الاندكس. ودور على ايه الفانشن اللي بترد على امر الجات للروت. تمام? وابتده يرد بالرسبونس دوت. تمام? طيب انا هنا لو حبيت ان انا احط اه بالمناسبة هنا لو حطيت اه بريك بوينت عشان افهم الفانشن شغالة ازاي? ممكن كمان نحط بريك بوينت هنا اه امر الست اه ده معنا. تمام? او امر الايه الليسن هنا. تمام? لا كله مش مش كالي معنا. طيب. اه وابتديت ان انا اقول له ارجع تاني للفانشن. وقول له run. هلاقي ايه اللي بيحصل? ان هنا لودن واللودن ده ما اوقفش. وان حصل ايه هنا موجود عندي. ليه? لان هو ميشي 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 ووصل للامر بتاع الرندر. هو واقف عندي. هنا الرندر بيقول لي شفاية اللي موجودة معايا. جواه. واقدر كمان ان انا اشوف اللي موجودة معايا. يعني زي ما انتو شايفين? انا لو بصيت هو على request. هتظهر لي variables اللي جواه الريكوست نفسه. يعني ال object. اللي غالي من ال express بالريكوست details. هلاقي هنا ان انا عندي ايه? التفاصيل زي مثلا. المثل اللي جاي منها. ال ids اللي جاي منها. ال rows. القويري. الاوامر المختلفة اللي انا بيشتغل عليها. لو بصيت على response. هلاقي ان ده object اسمه server response. وفاضي. لسه كله false وفاضي. انا بقى لما هدي الامر بتاع ال response دوت. هيبتدي يملاه. واول ما ال function دي تخلص. هيبتدي ان هو ايه? يرجع لل browser عندي. المحتويات بتاعة ال index. تمام? هقول له continue. تمام? وارجع على ال browser. هلاقي من loading خلص. والملقة تتحمل معايا. لو بصيت على source code بتاع الفايل ده او source بتاع الفايل ده. هلاقي نفس الكلام اللي انا كتبته. ال HTML وال title. بس انا بدل ما العلامة بتاعة ال percent. وال tag بتاعة ال percent. ظهرت معايا محتويات الايه? ال variable. اللي احنا خذينا هنا نوقف. والمحتويات اهي. دي. ظهرت معايا بدل الايه? بدل ال content. طب المحتويات دي جات منين زي ما شوفنا هنا. انه وانا برندر الفايل بتاع ال EGS ده. بعدت له ال object title وبعدت له او بعدت له ال variable title وبعدت له ال variable بتاع contents. تمام? طيب. يبقى انا كده عملت اول صفحة عندي بت respond للايه? للايه ال variable بتاعي. عايز بقى ابتدي اعمل اتنى لحد دلوقتي ما كلمناش فورج خالص. يلا نكلم فورج. اول حاجة هنعملها. هنروح على الترمنال. ونقوله لو سمحت. ان بي ام. انستول. فورج. داش اي بي ايز. ايه فورج اي بي ايز دي يا احمد? الفورج اي بي ايز دي. هي اللايبري. اللي اوتو داست كتبتها للنود والجابا ستريبت ديفلوبرز. علشان يقروها عندهم جو الابليكيشن. واتبسط عليهم انه هم يبعثوا الاوامر والريكوستات للايه? للايه? للايه اه لفورج بلاكفورج. تمام? طيب. احنا هنا عندنا زي ما شفنا هو اربعة واربعين اضافية. تمام? لو فتحنا النود هنلاقي بقى ايه موديولز اضافية كمان معانا. غير اللي احنا شفناها او اللي نزلت من خلال الايه? من خلال وكلها بتبتدي من اللايبري بتاعتنا. اللي هي الايه? اللي بتبتدي ان احنا نقدر نستفيد ونتعامل بيها. تمام كده? طيب. يبقى احنا كده عندنا نفزناها وعملنا بتاعنا عليها. تمام? لو عملنا هنلاقي زي ما انتم شايفين هنا وبقت موجودة معايا وبقى موجود معايا الفورج داش ايه موديل موجود جوة تمام? علشان اقدر ان انا اكلمها بنفس الطريقة اللي انا بكلم بيها اكس براس. وابتدي ابني بيها البرنامج بتاعي. مش محتاجينها خلاص. تمام? هقفل هنا برضو البرنامج انا مش محتاجينها هنا. تمام? بس هعمل حاجة صغيرة ان انا هروح جوة ال اه جاباسك البيجول استوديو الاول. واقول له لو سمحت open configurations. تمام? علشان يسيف بتاع النوت دوت ويبقى هو ال default بتاعي. تمام? واقول له لو سمحت ان الاسم default بتاع default script بتاعي مش هو index.js هو start.js. تمام? واروح كمان ال package.json واقول له ان ال name بتاعي اسمه start مش اسمه index. تمام? زي ما انتم شايفين هنا. ال package دوت مش بس خد معايا details اللي هي بتاعت الايه? ال start بتاعي. كمان خد معايا ما يسمى the dependencies. ايه اللي انا عملت لها install? علشان لما هو يروح يعمل لنفس install. تجهاز تاني وماكنة تانية. يعرف ان هو ايه? يفتش the dependencies دي automatic. يعني انا مش كل مرة هنزل source code دوت في الماكنة جديدة. لازم ان انا اروح وانفز كل الايه? الاوامر بتاعة the install egs و install express. مجرد ان انا ادخل وقول له npm install هو يدخل في dependencies ويعمل automatic download و installation للقود بتاعنا. تمام? طيب يا رب ما نكونش بعاد عن الفهم يعني ما بعش الدنيا تاهد من حد. لو في اي حد تاه ممكن يعمل raise آآ ونقدر ان احنا نقيه آآ نعيد خطوة تانية او نشرح حاجة مش واضحة. هل الدنيا تبقى واضحة مع الناس كلها? ولا محتاجين نقف عند نقطة معينة? احنا نبتدي بقى نعمل معانا اول كود بيقرأ من الايه? بيقرأ من الفورج. طيب احنا كده حملنا الفورج اي بي ايز. هنعمل فولدر تمام? والفولدر ده هنسميه config. ليه? لان احنا فيها عندنا شوية variables كده هنحتاج ان احنا نعمل فيها ايه? نخلي البرنامج يقراها من جوه الكود ومش عايزين ان احنا نديها له كل مرة من ايه? من خلال اه 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 بتاعنا. فهنبتدي نعمل فولدر جديد. والفولدر ده هنسلمي config. تمام? وجوه config هبتدي اعمل file جديد واسميه config. تمام? dot js تمام كده? طيب config dot js دوت هيكون شغلته ان احنا هنحط جوها شوية variables. ال variables دي البرنامج كله هيقدر يراها من عالي. طيب. هنفتح بقى الموجود معي. وهنبتدي نعمله آآ تمام? طيب المناسبة هو الكود ده انا جايبه منين? علشان برضو ايه محدش يبقى حاسس بالآ بعدم التركيز يعني. تمام? احنا عندنا آآ آآ بتاعة autodesk forge هي autodesk آآ forge. autodesk.com تمام? اللايبري ديت آآ هي السورس كود بتاعنا او هي البرتال بتاع كل الكود بتاعنا زي ما انتو شايفين دي صفحة آآ forge platform تمام? عندي بتاعي اللي بقدر من خلاله ان انا اشوف كل او 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 احنا اتكلمنا عليها مع بعض زي ما انتو شايفين هنا دي المعروفة بتاعتنا زي ما شفنا البيور اتكلمنا عليه المودل الرياليتي كابتشر الديزاين اوتوميشن الويبوكس آآ الديزاين اوتوميشن البيتري سيكستي. كمان هنحتاج او هنتكلم شوية على الاثنتيكيشن. آآ وفي عندنا اللي هي دي خاصة بالانتر برايز آآ سيستم. طيب لو ابتدينا مع الاثنتيكيشن مسلا وهي اللي بتخلي فورج انت عرفت احنا مين? تمام? فهنلاقي ان احنا في عندنا آآ الديفيلوبر جايد والديفيلوبر جايد ده بيشرح خطوة بخطوة. ايه البيزيكس بتاعت كل حاجة يعني ايه اف بنسبة الفورج يعني ايه اي دي بنسباله تمام? مجموعة مصطلحات. وايه الورك فلو اللي انت لكا بتستخدمه. تمام? بعدين في عندنا ستيب باي ستيب توتوريال. ازاي بعمل وازاي بعمل ما يسمى بالتولاجد توكن. واحنا لو بصينا في كريت بالمناسبة هنلاقيه بيمشي معانا الخطوات اللي احنا بننفذها ولكن باستخدام برنامج وده برنامج بيبعت اوامر للفورج بلاتفورم تمام? وياخد منها ايه آآ ريسبونس. تمام? وبرضو هنبص عليه شوية بشوية مع بعض. تمام? كده? طيب. احنا اول خطوة عندنا. هو قالينا ايه اول حاجة. دي الخطوة اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. هروح على فورجدين دوت كوم. تمام? هلاقي ان هو هنا بيقولي انت ايه? آآ انت هنا مش سايند ان. اقول له ساين ان. تمام? ده لو انت قردي عندك حساب على الايه? على الحساب على الفورج بلاتفورم. لو مش عندك حساب على الفورج بلاتفورم. هترجع وتقول له ساين اب تو تراي فورج. ده بيدي لك آآ لمدة تسعين يوم. بتقدر من خلاله ان انت تعمل الايه? تعمل آآ بتاعك. وبيكون معاك ما بالكلاود كريدتز. هنستخدم انها شوية. انا هدخل باليوزر نيم آآ بتاعي. تمام? آآ الوطو دسك. تمام? بعدين هيحاول يقول لي ما لش هتبقى ادخل بداعك انت مش مش شركة انت مش روجل ايه غريب. تمام? في ايه ايه. ايقول لي هات الباسورد mentaعتك. وبعدين. هنا ايه اشوف كامشة ايهايات. وبعدين ايطلب مني كاآ كزء من السيكوريتي الخاص باوتو دسك. ان انا ايه اا اعمل اا اوه اوفنتيكيشن ايه الموبايل بتاعي. تمام? وده بالمناسبة انت بتقدر تعمله اه او على الايه? على بتاعك. ولكن مش بنفس الانت تزد بالزبط يعني. تمام? طيب هنا هناخد بالنا من ايه? هناخد بالنا ان انا هنا باقي ايه? انا اليوزر بتاعي. اللي جوه. وكمان عندي هنا مجموعة الايه? البروفايل بتاعي والابس بتاعتي. اول حاجة هعملها هدخل على تمام? انا قريب يعامل بعض الابس بتاعتي وهقول له طب انا عايز اعمل ااب جديد. لو سمحت. من الاب ايز. تمام? طبعا احنا على على الاب ايز العاديين ما بيبقاش في عندنا ايه ايه اا نفس العدد ده ده بتوع اونت دست حاليا ايه. ولكن احنا ايه انا هعمل این ايبو يوم كلهم بالوقتي. وهقول له الاب name بتاعي. وده اللي هيظهر عندي بعد كده جوه الايه? جوه بتاع Autodesk. والابليكيشن بتاعي هنا مش عايز له description. اه والكولباك هو حاليا مش مهمة بالنسباني اوي فانا مجرد اذا ان اقوله اه يعني اتش تي تي بي. تمام? والتلاف. تمام? واقفل الادرس بتاعي. حيس ان هو لما يجيه له request من الادرس ده يعرف ان انا الابليكيشن دوت فيقدل اه يعمل له لوجين جوه الفورج. تمام? بس انا كده ده اللي انا محتاج ان انا اسجلها عندي وهبتدي اقول له create app. تمام? اه قلي لازم description فهقول له sample app for BIM Arabia. تمام? واقول له create. هنا هيبتدي يعمل creation وهنبتدي نشوف مع بعض الناتج بتاع creation ده. وبقى موجود معينا معلومتين. المعلومة الاولى اللي هي client ID والمعلومة التانية اللي هي client secret. طيب ايه هو client ID والclient secret? client ID دوت هو الID بتاع الابليكيشن بتاعنا جوه الخرج بلاتفورد. والclient secret ده الفاسورد بتاعي. لو انا عملت view اقدر ان انا دلوقتي ايه? اعمل copy مجرد ان انا بدابل click كده هو بيعمل automatic copy. تمام? واقدر ان انا اعمل اه تاني. لو انا ايه? هتدي اه على الكود بتاعي. انا هاجي هنا. اقول له اللي موجود معانا. لو انا يكون عندي فيها تغلطة في هنا. لو ده فضل هيزعل مني ومش هيرضى اشتغل. تمام? فازم اشيله ولازم هروح جوه الايه? ال client ID وارجع تاني ال ايه? الكود بتاعي. واقول له كده انا عندي client ID وعندي اللي هو الايه? التلات تلات بتاعي. تمام? اوكي. هنا احنا هنستعملها في الخطوات اللي جاي معنا في الخطوات. اعتقد احنا خلاص بنخلص اه الوقت بتاعنا دلوقتي. فهننتهي بس ان الخطوة اللي احنا موجودين عليها. نعمل بتاعنا. وبعدين اه نستكمل بقى ايه المحاضرة بتاعتنا اه يوم الاربع القادم. تمام? طيب. الخطوة التانية عندنا ان احنا واحنا جوه هنعمل فولدر جديد ونسميه تمام? والموديلز ده عبارة عن الكود اللي هو هيروح يكلم الفورش. فهناخد كمان الكود بتاعنا هنا. تمام? ونرجع للموديل اللي احنا هنبنيها. هنسميها معانا. فورش داش اوث دوت جي اس. وده معناها اوبن اوثنتيكيشن. وده البروتوكول اللي هنستعمله علشان ندخل جوه الايه جوه الفورش بلات. خيص. الكود اللي معانا شكله عامل ازاي? هيقولي لو سمحت اعمل فورش بياخد من الموديل اللي اسمها فورش داش ابيايز. وهاتلي اوبجيكت جديد اسمه بييجي من الفايل اللي موجودة عندي في الفولدر اللي اسمه جوه اه. هنلاحظ هنا ان هو ده يعني مش الفولدر اللي انا موجود فيه الفولدر اللي فوقه. تمام? طبعا هنا في خلطة ان هو عملت الفولدر ده جوه الايه? عملت الفولدر ده جوه. تمام? تمام? فكده انا معي الموديلز موجودة جوه الكود بتاعي مش جوه كونفج. فده معناها ان الامر ده او الفايل ده هيخرج من موديلز يروح على الفولدر الاصلي بتاع البورش دات. وبعدين يدخل في كونفج فولدر ويدخل في الفايل اللي اسمه كونفج. تمام كده? يبقى احنا كده ايه? جبنا وحملنا الكونفجريشن هنا اللي موجود معانا من الايه? من الامر اللي هو بتاعيش كويه. طيب. الامر ده بقى هبتدي ان انا اقول له ايه لو سمحت في فانشن انا عايزك تعرفها ان هي ايه مهمة في الفانشن دي او مهمة في الايه? في الفايل ده. اقول له هنا لو سمحت اعمل الموديل ده اعمله اكسفورت للفانشن دي. هي ايه? جيت كريدنشلز دي فانشن هتاخد اسمه توكن سكوب وهتاخد شوية من معانا بالكلينت اي دي وبالكلينت سكريت وبالتوكن سكوب وهل هيعمل وبعدين رجع اوبجيك جديد جاي من ايه الابجيك ده جاي من الكلاس اصناها اوض وبياخد الكلينت اي دي وبياخد السكريت وبياخد السكوب ساعدة. تمام? لبقى انا كده هرجع اوبجيك لما حد بيطلب الفانشن اللي اسمها جيت كريدنشلز دي جاي من واخد مجموعة جاي من بتاعي. تمام? طيب. مين بقى اللي هيكلم الكريدنشلز دوت? اللي هيكلم الكريدنشلز ده هو الروت بتاعي اللي انا هبنيه دلوقتي ولي هسميه اوبن اوث. هعمل كل الروت معي. تمام? وهأروح للفولدر اللي اسمه راوتز. وهعمل فايل جديد اسمه او اوث. تمام? هنضغط جي اس. وهعمل الكود اللي موجود معي. الكود ده بيفضح برضو اكس براس. وراوتر. وبيروح يدور على الكود اللي جوه الماضل. اللي هي فوج اوث اللي احنا لسه كدبنها دلوقتي جوه موضلز. تمام? ويستعمل الراوتر في انه لما يدي له فانشن. اسمها توكن. تمام? هياخد من الفانشن دي هيروح يكلم بقى الاوبن اوت دوت. الكلاسة دي او ده. هيقول له تمام? وهيكزن الناتج بتاعها اللي هو جاي منين? عندنا لو نفتكر من الفورج اس دي كاي. اللي هي ناتج الفانشن دي. هياخدها ويبتدي انه هو يستعملها هنا. انه هو يديها امر وبعدين يبتدي ينفذ الفانشن دي لما امر ينتهي بشكل سليم. الفانشن دي هتاخد جيالي من امر وهتقول لو سمحت في الكونسول اللي هي اللي قدامنا دي اه قول لي ورجع دي كجيسم في بتاعي. وهنبص مع بعض ايه الجيسم بتاعنا اه هيتقل معاني. تمام? وهو بيقول له في الامر ده لو فيه لو سمحت اعمل لي للا ايه حطي الارض ده في الكونسول عشان نفهمه مع بعض. فانا احنا هعمل سيف. هعمل سيف. وهارجع لامر ستارت. تمام? علشان اعرف الراوتر بتاعي دلوقتي. تمام? هتجي اعقد الكود المماثل اللي احنا كتبناه قبل كده. الراوت بتاعنا. وهعمل له زي ما شفنا نفس الكود بالظبط. راوتر بيركواير من اندكس. واو او او راوتر بي ايه بياخد داتا من الاو او. تمام? مش ضروري يبقى نفس الاسم. يعني زي ما احنا شايفين هنا ده هنا اسمه او راوتر. الخلاصة بتاعته او البوديل بتاعته اسمها او او. تمام? طيب هنا لو سمحت لما يجي لك اي كوماندا على او او استعمل الراوتر بتاع الاي او او. تمام? كده الكلام? طب. هنسير بقى. تمام? ونبتدي نشوف بقى احنا ممكن بقى نقرأ الكلام بتاعنا ازاي? تمام? طيب. زي ما انتوا اخدين بالكم. احنا عندنا هنا الراوت بيقول لي ايه? بيقول لي اوبن او. والفانشن نفسها هنا بتقول لي ان الراوت بتاعي اه مش في الاو او. الفانشن بتاعتي بيريسبوند لتوكن. تمام? وده جزء من النوت جي اس. ان انا لما بروح اكلم بتاعتي اللي هي الاو او. ده هيروح يوديني على الفين? على الكلاس اللي احنا كنت عبناها مع بعض. بس هنا هيقول لي ايه? كانت جات ليه? لان هو هنا ظهر فيه ايرر. في الديباج وهتقول لي ان انا دلوقتي بقى عندي ايرر. انا اريدي ما عملتش اسطار للكود بتاعي. فهعمل جو الاول. واعمل ستار ديباجين. تمام? واروح للكود بتاعي. اقول له لو سمحت ستار. هنا هيبيني ايرر ويقول لي ايه? ان التوكن ده ما ما عندوش فانشن بتقرأه وبتشتغل عليه. اهو. انا عندي انت كوت هندل كانوت هندل مودير. وكده الابيكيشن بتاعي يوئي. تمام? ليه? لان ما فيش عندي ايرر هندلر. اللي احنا شفناه في ايه? الفانشن. اللي هي دي فانشن ايرر ده. تمام? طيب. لو انا كملت بقى طبعا انا عايز اكلم بطوكن. ان انا عارف ان انا بكلمه من خلال ان انا بكلم مين? او او. ورحت مرة تانية على بتاعتي. هو بلتجو طيب بقى كلم بطوكن. وقبل ما خليه كلم بطوكن. هعمل ستارت بالتاعي تاني. واقول له ستارت ديباجين. بفتح الاتبيكيشن. هنلاقي هنا ان هو ابتدى يعني. كمام? ورجع عندي برضو بيقول لي انه هو ايه? حزين زعلان. من حاجة معاه. ايه هو اللي زعلان عليها? خلينا بقى نبص عنده هنا. في ايه? في الاريبل دوت. ونرن تاني. ونستارت ديباجين. ايه? كانت فايند موديول فورج او اوت. طب فورج او اوت هو هنا مش قادر ان هو يقراه. تمام? ده معناه ان هو هنا ايه حاول يحمل ايه الموديلز. هوت الموديول ده. ومعرفش يحمله. تمام? يبقى هو وقف عند الايه? الفانكشن ديت. ما وقفش عند الايه? حتى موصلش الفانكشن بتاعت الاريبل. تمام? ايه بقى عالش احنا سميناها خرج لاش اوت. ما عملنا بقى هاش تنين وسميناها او اوت. فده الحلول. لو عملنا بقى تاني وستارت ديباجين. نلاقي الكود اشتغل. اخطوح الفانكشن عندنا. ونقول له لو سمحت او او توكن. نلاقي ان هو بيعمل رانين. تمام? والرانين دوت هنا هو ايه? وقف عند البريك بوينت بتاعتي. اعمله الكونتينيو. هارجع هنا. الاقي ايه بقى? الاقي الجيسن اوبجيكت بتاعي. ايه هو الجيسن بتاعي? نفس الشكل اللي احنا شفناه. وانا بكلم ديه جوابا ستريبت. اكسس توكن. وجواها معلومة ضويلة جدا. بعدين اكسس تايب. المعلومة ديت. وبيكسبير ان. بعد كم سانية? وبيكسبير اك الوقت اللي هيكسبير فيه. من تاريخ الريكواست بتاعي. تمام? وهلاقي هنا الامر بتاع واخد الكونسول لوج واخدت وازهرها لي كمان في الكونسول زي راح اشيبين دا. تمام? طيب احنا كده وصلنا مع بعض لأول عملية كوميونكيشن. تم تت مبيني ومبين الفورج بلاتفوم. العملية ديت انا قلتله انا البرنالج. اللي بالكلينت اي دي ده. وبالكلينت سيكرت دوت. وهو رجع رجع لي حاجة اسمها الاكسس توكن. الاكسس توكن دي مهمة معي جدا لان انا كل امر بعد كده هبعته للفورج لازم ابعت معي الاكسس توكن عشان يعرف ان انا الابليكيشن وان انا الاكتاون اللي بيبعث له الريكوست ده هيرجع لي الفيضات بتاعتي والداتا بتاعتي والحاجات بتانا مسمحي ان انا اقراها مش اي تمام? علشان يقدر يعزل ما بين كل الابليكيشن اللي موجودة على الفورج بلادفورم وما يعتمدش على اه حاجة لوحدها. تمام? بكده لو انتهينا النهار ده من اه الجزء الاول من المخاضرة اه معنا او الجزء الاول من الجانب العملي يعني ان شاء الله المرة الجاية هتكون معنا يوم الاربع القادم بنفس الوقت لما ابتدينا وهنبتدي في الجانب العملي على طول. لو حد عنده اي اسئلة اه ممكن يكتب على الشات بوكس. ممكن يبعتلي على الفيسبوك. اه ممكن لو حابق كمان يبعتلي على الايميل دوت في اي وقت. ممكن ان احنا اه نتواصل مع بعض من خلال احمد.خيرات. اوتو دوت كوم. تمام كده? خلينا نكبر شوية الفونت عشان يبقى واضح. تمام? تمام? احمد.خيرات اوتو دوت كوم. اه هكون سعيد جدا باي حد يعني ان يتواصل معي بخصوص الاسئلة وبخصوص اه يعني هو لو حابب اه يتناقش معي في اي طبيق. اه معانا مهندسة بالقيس. ونصب القيس اعتقد من العراق. تمام? و... اه... 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 بالقيس تعمل انيوت... اه... طيب اعتقد هي عملت اه... طيب. اه ... اي حد الثاني? طيب اللي انا بشكركم جدا 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 على وجودكم معانا ونهار دا. بشكر اه مهندس عمر وبم اريبيا على طاحت الفرصة الجميلة دي دينا مع بعض. وان شاء الله اه نستكمل الاسبوع القادم. تمام? للي حابب ان هو ياخد معنا باية الخطوات لحد لما نوصل لاول مبني باستخدام اه تكنوليش. اه شكرا لقدتوكم معنا المهاردة. الله يكرم اكسر. نقارب شوفي حضرتك محاضرة ممتعة ومنتظرين ان شاء الله بيتم حضرتك بازن الله. الله كلانك سلام. سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وخير.